موسيقى ويعود الكابتن مصطفى يونس مرة اخرى ان شاء الله لحلقتنا زم الكاوي في فقرة الروح الرياضية كل يوم خميس النهاردة الحلقة استثنائية كعادتنا دائما المستشار مرتضى منصور اعتقادي الشخصي العديد من الندوات والحوارات وايضا اللقاءات اجراها خلال الايام الماضية هنتحدث عنها بالتفصيل لكنها طبعا وسط اهتمام كبير جدا 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 بكأس العالم والمفاجآت من حي كل منتخباتنا العربية والافريقية على الاداء الرجولي امام المنتخبات الكبيرة ومفاجأة مدوية بفوز المنتخب السعودي الشقيق على المنتخب الارجنطيني ماذا فين مقابل هدف واحد واداء رجولي نتمنى للعب ونجمه ان شاء الله يقوم بألف سلامة اي نعم هو هيعتزل الرياضة نهائيا لكن ان شاء الله يعود ان شاء الله ككامل صحته قبل بعد التدخل القوي جدا جدا من لعب المنتخب الارجنطيني النهاردة يوم بالنسبة للزمالكوية لا ينسى يوم بالنسبة للزمالكوية ويوم لعشاق الفانيلا البيضاء لا ينسى يعني الزكرة الاولى لوفاة احد رموز نادي الزمالك واحد رؤسائه الكبار على مدار تاريخه المستشار المبجل الله يرحمه المستشار جلال ابراهيم رئيس مجلس تدارة نادي الزمالك ويمكن العديد من المناصب اللي تولاها في نادي الزمالك منذ ان كان عضوا من مجلس الادارة ثم تدرج حتى وصل الى رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك في احد اجياله الذهبية وكان ابا وكان معلما واستاذا ومستشارا جليلا للعديد من الكوادر الادارية داخل نادي الزمالك ويمكن كان لي الشرف ان يمكن تتلمس على ادين المستشار جلال ابراهيم رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك السابق وزي ما احنا دايما كنا بنقول باللغة العمية اللي خلف ممتش النهاردة معنا على الهواء مباشرة ومن داخل قناة الزمالك في المرات القليلة اللي بيظهر فيها في قناة نادي الزمالك المستشار مبجل الاخ والصديق العزيز والاخ الرائع جدا جدا المستشار احمد جلال ابراهيم اهلا بيك ستاة المستشار يعني تعيش كده وتفتكر وكل جماهير وعشاق الفنالة البيضاء وعضاء نادي الزمالك ما زالت تتذكر كلمات ولحظات ونصائح المستشار الجليل المستشار جلال ابراهيم كانت خالد ازايك الاول والوحش تؤمن اهلا بيك وانا بشكرك جدا على الكلام الحلو اللي انت قلته عن المستشار جلال ابراهيم لا طبعا شرف لي الوجود معك النهاردة في قناة نادي الزمالك في الزكرة يعني هي صعبة وغالية في نفس الوقت هي الزكرة الاولى لرحيل الولد الله يرحمه المستشار جلال ابراهيم فانا بشكرك جدا على الكلام الحلو جدا اللي انت قلته انا سعيدة وجودة مع حضرتك لا ده حق أك families قضائية رائعة معلمة للأجيال سواء المستشار المبجل نرحمه المستشار جلال إبراهيم المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك واللي أيضا بده صار على نهج والده وتدرج في مجلس إدارة نادي الزمالك ثم أصبح أحد الكوادر المهمة الرائعة داخل نادي الزمالك وكان نائبا للرئيس مع المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في الدورة السابقة ويعني ورئيس الحالي لأشئون القانونية والرياضية داخل نادي زمالك ويمكن له بصمات واضحة مع المستشار مرتضى منصور خلال المجالس الإدارات السابقة ويمكن يعني تربطني بي أنا شخصيا علاقة مميزة جدا جدا سواء بالمستشار جلال إبراهيم سواء بالدكتورة المحترمة ربنا يديها الصحة أو بالمستشار رحمد جلال إبراهيم أو بالمستشار نادر جلال إبراهيم عائلة قضائية زمال الكوية من الطراز الفريد تعالوا نروح نتابع تقرير على المستشار جلال إبراهيم نبدأ بفقرتنا نهاردة ونرجع نتداول حديثنا الممتع مع المستشار أحمد جلال إبراهيم رحل عن عالمنا بجسده ولكن ستبقى روحه حاضرة بين عشاق الزمالك ومواقفه التاريخية في حب الكيان الأبيض محفورة في قلوب أنصار القلع البيضاء المستشار جلال إبراهيم وتحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل المستشار جلال إبراهيم والذي كان واحداً من أبرز رجال القضاء في مصر حيث تولى رئاسة محكمة الجنايات كذلك محكمة الاستئناف على مدار فترات طويلة من عمره وتولى المستشار الراحل جلال إبراهيم رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك في الفترة ما بين عامي ألف وتسعمائة واثنين وتسعين وألف وتسعمائة وستة وتسعين طوج خلالها فريق الكرة بالنادي بعدد كبير من الألقاب على المستويين المحلي والقاري بالإضافة إلى العديد من تتويجات باقي الألعاب الجماعية بالنادي كما عاد لرئاسة القلع البيضاء مجدداً في الفترة ما بين عامي ألفين وعشر وألفين وآحد عشر بعد الحكم ببطلان انتخابات عام ألفين وتسعة بالنادي وتسلم المستشار أحمد جلال إبراهيم راية الإدارة من والده بخدمة النادي الأبيض في عدة مناصب آخرها منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بالمجلس الحالي الذي يقوده المستشار مرتضى منصور وأفنى المستشار جلال إبراهيم عمره في خدمة الزمالك حيث تقلد جميع المناصب الإدارية داخل القلع البيضاء بداية من عضو مجلس إدارة ثم نائباً للرئيس ثم تقلد منصب رئيس النادي في الفترة من عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين وحتى عام ألف وتسعمائة وستة وتسعين ثم تولى المنصب بشكل مؤقت في الفترة من ألفين وعشر وحتى عام ألفين وآحد عشر بعد الحكم ببطلان انتخابات النادي حقق نادي الزمالك العديد من الألقاب والبطولات في عهد الراحل جلال إبراهيم حيث توج الفارس الأبيض بلقب الدور المصري الممتاز موسمي ألف وتسعمائة وواحد وتسعين ألف وتسعمائة واثنين وتسعين ألف وتسعمائة واثنين وتسعين ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين كما فاز بلقب بطولة دور أبطال إفريقيا عام ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين وبطولة السوبر الإفريقي على حساب الأهلي عام ألف وتسعمائة واربعة وتسعين وفي عهده أبرم الزمالك عدة صفقات ناجحة للاعبين أصبحوا فيما بعد من نجوم القلعة البيضاء أبرزهم طارق مصطفى وأحمد الكاس الذي ضمه من فريق الأولمبي عام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين وأيمن عبد العزيز والجزائري قاسي سعيد كما ضم ثلاث الأهلي محمد عبد الجليل وأيمن شوقي وعادل عبد الرحمن وغيرهم من النجوم رحل جلال إبراهيم عن عالمنا وترك مسيرة حافلة بالنجاحات والبطولات ستظل خالدة في أذهان جماهير القلعة البيضاء رحم الله الفقيد المستشار جلال إبراهيم ستبقى رمزا خالدا في تاريخ ناد الزمالك وعنوانا للاحترام والحكمة والوفاء وعشق الكيان الأبيض لم ننساك أبدا فعلا من الشخصيات التي لا تنسى في نادي زمالك وداخل جدران القلعة البيضاء وأتذكر يمكن مستشار جلال إبراهيم طوال تاريخي وعمري داخل نادي زمالك منذ أن كنت طفلا مع والدي نرحمه كابتر إبراهيم لطيف ومع الكابتر محمد لطيف وكان المستشار جلال إبراهيم عامل مشترك داخل جدران القلعة البيضاء سواء كعضوية مجلس إدارة حتى وصوله كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك وكان الأخ الأكبر دائما لكل العائلات الزمالكوية والعلاقة الممتدة الطويلة ما بين المستشار جلال إبراهيم والمستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك امتدت يمكن من عام 92 وحتى وفاة المستشار جلال إبراهيم كان من الشخصيات الجميلة الدائمة مع المستشار مرتضى منصور ويمكن معنا اليوم المستشار أحمد جلال إبراهيم سليل عائلة المستشار جلال إبراهيم ونجلوا ويعني أنا بشكر زملائنا في قناة الزمالك على هذا التقرير الرائع ولقطات وصور تسكرية اعتقادي الشخصي تكسير لتاريخ ومشوار طويل للمستشار جلاب رهيم داخل نادي الزمالك تدير جميل جدا كابتن خالد الواحد مش عارف يتعملك نفسه من المشاعر يعني مهما كنت حركة تقول لي ان انا ايجي في يوم الايام ان انا اعود معاك وان انا ناحية الزكرة السنوية لمشارك جلاب رهيم وعمل ما كنت عسد طبعا طبعا تاريخ طويل هو مش مجرد اب بالنسبالي ولا الاخوي نادر ولا جد الاحفاد سند ومسل اعلى وقدوة البزة الاولى لحب اعضاء نادي الزمالك دي تاريخ طويل حافل شفته وعيشته معاه في يوم كل يوم من ساعة متولاته هو موجود في نادي الزمالك ما بيسيبش النادي ابدا كان عشقه زي ما انت قلت كده هو العشقه الاول هو نادي الزمالك استشار جلاب رهيم حتى اللحظات الاخيرة وقبل وفاته في جميع مباراة نادي الزمالك مش كرة القدم بس كرة القدم وكرة السلة وانا عارف انه كان ماشاء الله في كرة السلة كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد ورغم اتعابه الصحية في السنوات الاخيرة لكن كان بيتحامل على نفسه واعتقاضي الشخصي يعني كان دكاته رغم انهم كانوا محظنينه لكن انا عارف ان حبه وانتماؤه هو اللي بيخفف الامه الداخلية وحبه وعشقه وحضوره لمباراة نادي الزمالك سيادة المستشار جلاب رهيم من وجهة نظري يعني زي ما بنقول ما شاء الله رمز وقيمة وقامة في القانون القانون والمستشارين لكن خلف قيمتين كبار جدا مستشار احمد جلاب رهيم ومو معايا على الهواء مباشرة وظفنا في برنامج زمالكاوي والمستشار نادر جلاب رهيم نائب رئيس محكمة النقد اللي معانا على الهاتف سيادة المستشار اهلا بيك يعني مش عايزة اقولك ويمكن مش عارف تباعة الفقرة من البداية وحلقتنا من البداية الوالد المستشار الجليل المحترم المستشار جلاب رهيم صاحب الايادي البيضاء والبصمات الواضحة داخل نادي الزمالك وداخل قدران قلع البيضاء ولكل الاسر الزمالكوية المحترمين والعلاقة المحترمة لعائلة المستشار جلاب رهيم في تاريخه من البداية وحتى الان انا بس في البداية برحب طبعا بحضرتك في البداية انا بس احبب اوجه تلمة معالي القاضي الزليل محمد بيك عيد محبوب رئيس محكمة النار رئيس مجلس القرارة الاعلى على موافق تياتر تريمة اننا اعمل المداخلة الاسرمية طبعا طبعا ونحن نبجل ونحترم كل القامات القضائية انت عارف يعني كل القامات القضائية فوق يعني راسنا ونجل ونحترم كل القامات القضائية وله كل الشكر والتقدير منه طبعا طبعا برحب بحضرتك وابحيو برحب اكوية الاسبر بنسمى شرحنا جلال ابراهيم الضاخر والسند واشنى المعاردة طبعا انا فعيد جدا على مقد طبعا الحزن اللي هو الواشد يعني طبعا الوالد المستشار جلال ابراهيم القيمة الكبيرة العظيمة راحل عن دنيانة والواحد بلالة الوادي طبعا لسه مش مستوى الموقف ده بس حقيقة أنا سعيد وفرحان منذكرة خالدة وانا طبعا كلنا أبناء نادزة مالك حقيقة نادزة مالك بيضرب مثل كبير في الوفاء في رموزه والناس الأسهمه في تطوير الكيانة الكبير ده والحقيقة يعني الوقت في تقديم الرجل العظيم للمستشار جلال إبراهيم بعد مروز سنة حاجة تساعدني جدا أنه هو مزالك بسراء باقية في الأسهان ودي حاجة شرف لي وشرف المستشار أحمد جلال وطبعا والدتي الدكتورة ليلى والأحفاد أولادي وأولاد المستشار أحمد بتبقى حاجة فعيدة جدا ومفضل فخر دينا أن احنا بنتذكر هذا الرجل العظيم اللي أفن عمره في نادي الزمالك طبعا وكان رمز كبير من رموزه ويعني أنا عايز أقول لك حاجة كتن خالد طبعا بحضرتك برضو من عائلة كبيرة ربنا يخليك عائلة وطيفة ربنا يخليك هي عليها مقام كبير وهو نادي الزمالك حمد لله يعني رموز من رموز نادي الزمالك تعرف طبعا يعني معنى إن الواحد يبقى بابن من أبن الزمالك طبعا شرف وفخر وعزة طبعا طبعا يعني إحنا كبيرنا كلنا أنا وأخوية والعائلة كنات ربنا على حب نادي الزمالك من والدي يعني فتحنا عنينا على الوالد وهو يعني تتابع معايا تاريخه الطويل طبعا من أخر الستيانات تقريبا من سنة 68 وهو في نادي الزمالك وفي مجلس الزمالك من سنة 76 حتى 57 تاريخ كبير هوي ومع إن هو حرج 37 من مجلس الإدارة لكنه لم ينقطع عن الحضور للنازل يوميا وورا في كل حتى وحرج طبعا كنت تعرف إن هو حتى في المباراة كان موجود في كل المباراة كل المباراة لسه أقول داخل القاهرة أو خارج القاهرة أو بر مصر ومش كرة قدم بس ده في كل اللعبات كل اللعبات الجماعية بصراحة وكمل السلسال ده في مابلس الإدارة المستشار أحمد جلال إبراهيم وفي محل كبيبي ولك الخلف ما ماتش المستشار أحمد جلال هو مثال صحيح وحيح للقصة دي فعلا اللي خلفنا ماتش أحمد نستشار أحمد جلال هو حبيب الكل وأنا بتاع أطول بقول له صاحب ده أحكى خلوة لأنه هو كان من الوالد حب الناس وعش الناس دي وده كان بيظهر تمالي في نتائج اللي كان المستشار أحمد جلال بيدخلها صح على مدار السنوات من سنة سبعة ودسين لجاية الفترة الأخيرة الحمد لله كان بيحصل على أعلى الأسواق وده الورث الأحلى حب الناس ده حب الناس ده لا يعوض ولا يقارن ولا يضاهب مال طبعا كان المستشار جلال مع كبر السن يعني انت كان بيبقى فعيم انتكابات وحركة تبقى شيء ماس كنت اللي كان بتجري عليه وهو بيد تماما والفرحة ده اللي أكبر ليه تماما ان الوالد كان من 2018 بيقيت تماما عن النادي بيقيت تماما عن أي حاجة ومع ذلك يعني حب الناس ده ما انقطعش بل ذات بس انا بطل طبعا انا اسأذنك انا فيه كلمة شكة لازم اواجهها صد وعمل حقيقة يعني ما معاربتش اواجهه له لان احنا متقابلناش بعد كده هو المستشار المرتضى منصور صح حقيقة هذا الرجل يعني يعشقه المستشار جلالة الرهيم طبعا وانا شفته عيني عمل معي انقطع بصراحة انا مش حمسان لطول العمر انها بعد وفاعت الوالد يعني الدقائق انا تصلت بيه وطلبت منه ان الوالد جنازته تخرج من النادي الزمالي الجنازة اللي من النادي الزمالي ويوصلنا عليه في مسجد النادي الزمالي لان هو ده اكتر مكان كانت تحرده حتى اكتر نور تحية انا شفت رد فعل اوانا طبعا هو كان في حالة فجمة شديدة وشفت رد فعل كتير قوي اتصل هو معي على التلفون اتصل بستشار شريف حسيني مدير التنفيذي ايو حالا النادي يجهز باستقبال بثمان المستشار جلال ابراهيم غدا وساعلا رحنا لقينا كل حاجة جاهزة وكل حاجة متوضبة وبرضو احنا بنرتب لاجراءات العزاء اصدر تعليماته ان العزاء لأ حيتعمل بابا النادي ما تشتدوش اي حتة تانية وامر بثلاثة ايام حداد النادي الزمالي وعظل تعليماته باستداء الشهر السوداء ووقفوا اللعيبة دي احداد ستين لان يوم الكرازة كان في مصر مبران النادي الزمالي حقيقة انا بشكره من خلال حضرتك يعني متاتي بروس ان انا اشكره نفسي وغير كده كمان وفي العزاء والسطر دي كان هو كان هو اللي بيتقبل العزاء هو اللي بيتقبل العزاء انا فاكر اصدر من اربع خمس ستاعات كان وايب كان بينا واستاذ انجيل مستاد وصدر احمد مستاد ومستاد ومستاد كامل فانا يعني من خلال حاجة انا بوجه لشك على الهواء مباشرة انا بشكرك يعني انت عملت حاجة تكريم للذكرى رجل عظيم وحبك لي الظهر في رد فعلك ودي حاجة انا بشكرك عليها جدا جدا واختلا بيت صدورنا وكانت مصدر فخر ليه للأولاد وللعلا كلها وانا اللي بشكرك جدا مساعد بدخولك معنا سيدة المستشار نادر جلالة ابراهيم نادر رئيس معكمة النظر ده ويعني حابب برضو لو انت حابب تقول حاجة لنادر وبشكر بنيابي على سيدة المستشار وقناة الزمالك رئيس مجلس القضاء الاعلى طبعا لسماحه بحضرتك بيئة دخول سيدة المستشار رحمل جلالة ابراهيم أنا طبعا بشكره على السماح لنادر وعلي رئيس معكمة النق على السماح لنادر بالمدخل اللي كان لازم نادر يخش فيها لانه تكريم ذكرى الاولى لمشارة جلالة ابراهيم وزي المشارة نادر جلال مقال حب لعائلة مرتضى منصور لعائلة جلالة ابراهيم ده زي حب جلالة ابراهيم اللي خالد لطيف وابراهيم لطيف وكابت اللطيف حب من زمان صحبية وصداقة وخبرة وعشرة في النادي وفي العمل الإداري مشارة مرتضى منصور زي مقال نادر مش بس بداية التكريم لجلالة ابراهيم كان في صورة الجلالة من اول ما ابتدى مشارة مرتضى منصور يبتدي يكرم رموز نادي الزمالك كان أول اسم كان المشتر جلالة إبراهيم تحطه على الحمام السباحة الرئيسي اللي موجود في نادي الزمالك تكريمه في كل المواقف تكريمه في كل الحفلات وفي أخيرا زمان نادر نادر كلمه فعلا أنا مكنش متمالك نفسي ونادي كان المشتر المرتضى وفعلا كلم شريف حسين واللي هو علاء مقلت وابتدوا نفذوا وسيط المشتر جلالة إبراهيم أنه اللي لازم تخرج الجنازة من داخل نادي الزمالك والحمد لله تنفذت الوصية ودخل الجثمان وتصلى عليه في الجامع مش بس كده أوامل مشتر المرتضى أنه يتعامل أكبر عزاء للمشتر جلالة إبراهيم وكان حاجة فخر النادي الزمالك فخر النادي الزمالك وفخر لنا كلنا أن احنا يتعامل هذا العزاء جوه نادي الزمالك اللي هو اللي هشكر كبير فأنا بأكد على كلام نادر بشكر الأخ الأكبر للمشتر المرتضى منصور على كل حاجة جميلة عملها مع المشتر جلالة إبراهيم الله يرحمه ومع أولاده فعلا حاجة يعني تخلت هذا الرجل اللي عمل حاجات حلوة لمشتر جلالة إبراهيم في آخر أيامه رغم من مرضه شديد وكان عارف أنه هو مريض على طول كان بيخليني أتصل بيه عشان يسمع صوته ورغم أن المشتر مرتضى كان المشتر جلالة كان في آخر أيامه يعني حطه مرضيه كان زيادة وانت عارف كان ما كانش بيتذكر حاجات كتير مرتضى دايما يقول رغم من مرض جلالة إبراهيم إيه اللي كان بيتذكرني فده يتأكد على العلاقة والوطيدة بين الأسرتين أسرة مرتضى منصور تعشق حاجة سمعه كان جلالة إبراهيم جلالة إبراهيم كان عطول بيروح المتشاط وبيعود جلالة مرتضى رغم أنه هو في مرضه الأخير ما كانش عارف إيه اللي رايح فين وجاي منين إنه ما عارف أن هذا الفريق اللي لابس أبيض هو حاجة بيعشاقها وعايز يشوفها وكان عطول أول ما يشوف مرتضى منصور بيبقى سعيد فأنا بأكد على كلام مشار نادر وبأكد على شكر كبير عقلية المشار جلالة إبراهيم لمرتضى منصور على عمله بتوحفظ الألقاب لجلال إبراهيم في وفاته الأخيرة وفي مرضه يا بنذكر المستشار نادر طبعا ونادر أنا بشكر نادر أخويا ده السند والعزوة بعد المشار جلالة إبراهيم وهو تكمل المسير الجلال إبراهيم نفس أخلاق المستشار جلال نفس حب الناس يعشق نادي الزمالك احنا أولاد نادي الزمالك زي كده نادر جلال ابن أبناء الزمالك زي ما سيبناش نادي أبدا على طول مع المشار جلال في أي مكان يتعلق بنادي الزمالك على طول نادر جلال معايا حضور المتشاط كان كبير عشق كبير تاريخ كبير لينا هو بيتنا الأساسي هو نادي الزمالك فأنا يعني بشكر نادر وقول له يا نادر الله يرحم والدك المشار جلال إبراهيم ويكفي ان الناس كلها حتى زي اللحظة بتتذكروا وفكريا وبتسلم علي وتترحم عليه النهاردة لما كلامت عن فيس وقلت اعبر عن مشاعري ناحية والدي في الزكرة السنوية مش عايز اقولك كم كم التعليقات بالمغفرة والرحمة والدعاء له فالله يرحمه وربنا كده يكرمنا ويكرم احفاد المشار جلال ابراهيم كلهم وربنا يكرمنا ونتذكره دايما خلينا اقول لحضراتكو بمنتهى يعني ايه الصراحة يمكن سيادة المستشار رحمة جالب بيحاول يتملك والمستشار نادر برضو من خلال التليفون لكن يعني هكلمكم بعض الحاجات اللي جوية بدون ترتيب مش كمذيع للبرنامج لا كزمالكاوي او عاشق للخيان لكن نجيب الاول لدكتور متحة العدل الشخصية الجميلة الرائعة الزمالكاوية العائلة المحترمة دكتور متأت اهلا بحضرتك معايا في بنامج زمالكاوي يا اهلا بسهلا يا كابتن خالد وطبعا سيادة المستشار احنا بجلال ابراهيم انتم من عائلات زمالكاوية عريقة ومتدت الأصل طوال تاريخ الزمالك ربنا نخليك يا دكتور الواحد ساعد بيكو طبعا ذكرة السيادة المستشار ذكرة عطرة هذا بجل المحب للكيان وخليك لنا يعني خير خير الابناء المحبين لنادي الزمالكاوية والمطلسين له فأنا في هذه الليلة الذكرة العطرة للسيادة المستشار يعني الله يرحمه ويحسن إليه بالقدر ما قدم من الباس للزمالك لكن لمصر كلها دكتور متعد يعني علاقة متميزة دايما يعني عائلة العدل الفنان الكبير الأملاق الله يرحمه الأستاذ سامي العدل يعني أنا شخصيا ليه ذكرات كبيرة جدا ليه معايا شخصيا ومع والدي الكابتن إبراهيم لطيف ويعني كان شرف لنا الأستاذ سامي وحضرتك والأستاذ جمال والعائلة العدل الرائعة وأكيد برضو علاقة ممتدة مع المستشار جالي أبراهيم والمستشار أحمد جالي أبراهيم أنا برحب الأستاذ بيتحت العدل الفنان العظيم لكن هو مش بس فنان لا هو صديق شخصي وعائلة العدل كلها كان صديقة لعائلة المستشار جالي أبراهيم وهو جار عزيز علي ويعني يعرف مدى حب عائلة جالي أبراهيم كلها أنا ونادر والله يرحمه مستشار جالي لكل عائلة العدل وخصوصا متحت أستاذ سامي الله يرحمه فبقول متحت العدل نموذج مشرف لعشق لنادي الزمالك على طول متواجد معنا في الأحداث حاجة محبة لنادي الزمالك عائلة كبيرة بتكمل سلسلة العائلات اللي موجودة في نادي الزمالك يا سيد المستشار أنت رمض للإنسان المحترم المتربي الجميل اللي بتحب الزمالك بدون أي مصلحة من أي نوع وأنا يعني بحييك وبحيي كابتن كالد وبحيي المستشار المرتضة منصورة الذي يتحمل ما لا يتحمله بشر صحيح حقيقة يعني ونفسي يعني أقول للبلد كلها الزمالك سوف يبقى مهما حاوله يهدون طالما في عائلات زي عائلاتكم وعائلة الساد المستشار منصور وعائلة العدل بتاع الزمالك لن يستطيع أن يهزمه أحد وحيرجع الزمالك أقوى في إذن الله إن شاء الله إن شاء الله دكتور متحد كلام حالك مزبوط ويمكن فيديو المستشار مرتضى مبرح يعني من قصر مدته لكن تشعر بإحساس ويعني داخل المستشار مرتضى وحزن شديد جدا 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 إلى ما وصل ليه الحال وله كل الحق وله كل الحق والحقيقة أنا نفسي يعني الدولة تعرف إن في كمسين في المئة من المصريين بيحزنوا وبيتألموا للي بحصل في هذه الزمالك يعني يعني إن شاء الله هذا مالك غالب وأنا إن ينصركم الله فلا غالب لكم فعلا بشكرك يا دكتور متحد جدا جدا ودي مش حاجة مش غريبة على عائلة العدل عائلة محترمة يعني ما تشعرش بيها غريبة عن نادي زمالك لحظة بلحظة في أفراحه وانكساراته وأحزانه وهمومه تجد دائما وأبدا عائلة العدل بقيادة الله يرحمه فنان الكبير جدا جدا عملاق لأستاذ سامي العدل وتكملة للمشوار دكتور متحد والأستاذ جمال وربنا نيديهم يا رب الصحة وعائلة العدل بالكامل عائلة عائلة كبيرة مشكورك يا دكتور متحد عائلة كبيرة زمالكوية على طول موجودة في كل الأحداث ومش عايزة بيكلمنا على طول في أي حداث متعلقة بدي الزمالك على طول يوميا ده وريك هم بيحبوا هذا الكيان زينا زي أي عائلة موجودة جوا نادي الزمالك وضع أننا مش عال حقق يعني اتبدل أطراف الحوار معك لأن المحبين والعاشقين للمستشار جلال إبراهيم يعني معنا على الهاتف على طول دكتور أشرف زكي طبعا رئيس نقابة المهنة التمثيلية وأمين صندوق نادي الزمالك الأسبق والشخصية الجميلة الفنية الزمالكوية الكبيرة دكتور أشرف أهلا بحضرتك معايا في زمالكاوي زكي يا دكتور عشرف يعني أخويا أخويا الصغير فينا نحمد يالي إبراهيم حبيب يا عشرف دبعا إنت ما شاء الله يعني نجم من النجوم الكبار وأكيد هتقول أحسن من اللي أنا هسأله لك بص المسترجل الإبراهيم يعني محطة كتيرة قوي في حياتنا كلنا آآ وإحنا كلنا دي أجيال كتيرة مدينا هذا الرجل العظيم فأفضال وأفضال وأفضال ولنا استطيع أنه في حقه وإنا هقول لك من وإحنا صغارين في نتيجة زمالك وعمل لنا الرسل اسمه الشمس وكنا عاملين قنشطة عظيمة جدا عاملين مطرح وعملين موسيقى وعملين حاجات عظيمة جدا 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 والحقيقة كان عب بالنسبة عب حنون وعب قاسي أحيانا وبجد يعني فقدنا قيمة كبيرة جدا 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 ومش نجي زمالك فقط مصر كلها فقدت قيمة كبيرة جدا جدا ورجل خلوف ورجل يعني لأخر اللحظات والله كان بيسأل علينا ويطلم علينا ويشطرنا أحزننا ويشطرنا أفرحنا وبجد يعني أنا والله الكلام عاجل جدا عن إني أوضح ست المستجر أحمد جلل معاك يا دكتور أش ده أخوي اسمه أشرف ذاكي أخوي وحبيبي ويعتبر ابن جلال إبراهيم أنه هو صغير موجود مع المشارج جلال مع نخبة من المواصلين أشرف ذاكي عارفهم ويقدر يقولهم سهمه في إسرائيل حالة النشاط الاجتماعي في نادي الزمالك على طول كنا متواجدين مع بعض أشرف ذاكي اعتبر واحد من قصة جلال إبراهيم وكان يعشقه جدا وكان الشعور المتبادل كأب وابن أشرف ذاكي ده واحد من قصتنا اللي بنعتز به ونعتز من زمال كويته فعلا شخصية محترمة جدا وإحنا بنتشرف به دايما وأنا بشكره جدا على إنه بيخش في المداخلة دي ويكرم ذكرى جلال إبراهيم أنا بشكره جدا بجدم كل قلب هو متحطا شكرا جدا شكرا جدا وبشكرك بشكر خلاة بن مالك وكانت مشاله على إتاحة الفرصة اللي هي إن أنا يعني أول ولو جوس بسيط من حق يعني معالم وستشار جلال إبراهيم علينا جميعا لا يا دكتور أشرف أنت من الشخصيات المحترمة الزمالكوية وإن لكل يمكن عضاء هذا الكيان الجميل يعشقك يا دكتور أشرف وبتربطك به علاقة حميمية كبيرة جدا 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 نشكرك شكرا نشكرك يا دكتور أشرف يعني أرجع تاني يا رب ألحق أتكلم قبل ما التلفونات يعني الكتيرة للمستشار أحمد جلال خلينا نتكلم بأمانة العلاقة الممتدة ما بين المستشار مرتضى منصور ومستشار جلال إبراهيم والكابتن إبراهيم لطيف خلينا نتكلم بأمانة من سنوات طويلة وزي ما قال المستشار جلال نادر جلال والمستشار أحمد جلال على العلاقة الممتدة ما بين المستشار مرتضى والمستشار جلال أنا لما استطيع يمكن بنفسي من يمكن من 92 وحتى وفاة المستشار جلال إبراهيم وسائل المستشار خلينا نتكلم بأمانة المرتضى منصور ما كانش بيتأخر ولو لحظة سواء مع أسرة المستشار جلال إبراهيم أو مع المستشار أحمد جلال وزي ما أنا قلت دائما وأبدا المستشار مرتضى منصور زي ما قال المستشار نادر تريد أول واحد في وقت الشدة وأول واحد يسعى للتكريم وأول واحد يسعى لألعلاقة الممتدة وتكريم الرموز داخل نادي الزمالك سواء بإطلاق مجمع حمامات السباحة باسم المستشار جلال إبراهيم أو باسم المستشار أحمد جلال إبراهيم أو باختياره يمكن المستشار أحمد جابرهيم طوال يمكن دوراته داخل نادي الزمالك أو باختياره المستشار أحمد جابرهيم حتى كنائب لرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق أو حتى تكريمه بعد عدم دخوله هذه الانتخابات بوضعه مستشارا لمجلس الإدارة ورئيس لجنة الشؤون القانونية والرياضية بنفس المكتب اللي كان بيشغله أياما كان نائب رئيسا لمجلس إدارة نادي الزمالك أعتقاد الشخصي وحلمنا كلنا وإحنا صغيرين بقناة نادي الزمالك ما كانش موجود ولولا إسرار المستشار مرتضى منصور على انطلاق قناة نادي الزمالك مع الشركة المتحدة اللي ألم لها كل التقدير والاحترام اللي ساعة جاهدة يدنا بيد مع نادي الزمالك نحن نفتح قناة نادي الزمالك اللي بتم فيها اليوم أحياء ذكرى رحيل رائد من رواد نادي الزمالك المستشار جابرهيم ده الحلم اللي كان قناها بننتظر على كابت خالد حلم عظيم سعينا ليه في مجلس إدارة المشاريع المرتضى منصور عمل جهد كبير جدا عشان يبقى فيه صوت للزمالكوية والأسرة الزمالكوية والإعلام الزمالكوي صوت يدافع نادي الزمالك صوت يناقش قضياء الحلم ده الحمد لله النهاردة اللي بيتم فيه رغم حزن في الزكرة الأولى لوفاة المشاريع جلال إبراهيم إلا أن أنا فرحان أن تكريم المشاريع الجلال النهاردة في قناته قناة النادي اللي بيعشقه قناة نادي الزمالك أنه بيتم تكريم المشاريع جلال إبراهيم ويتم أحياء الذكرى دي حاجة فخر لها أن يتم من جوة بيته سواء كان نادي الزمالك أو كان قناة نادي الزمالك كل الشكر للمشاريع مرتضى منصور رئيس القناة وكل الشكر لحضرتك ولكل القائمين وستاذ بشير وستاذ أحمد وكل وكارم وكل القائمين اللي عملوا مجهود كبير عشان يتم التكريم ده مشاريع مرتضى منصور بقاله أسبوع وهو بيحرص على ندي أوامره أن يحصل تكريم لذكرى لمشاريع جلال إبراهيم أنا مش عايز أقولك ودي عدته عدته في العلاقة معنا عدته في علاقة عائلته معنا أنا مش عايز أقولك بس هو اللي كان بيسعى من المشاريع جلال إبراهيم في مرضه الحاجة حرم المشاريع المرتضى منصور ما كانتش بتبطل دايماً سؤال مع الدكتورة ليلى والدتي وتسعى من المشاريع جلال وكلمته أكتر ماذا وتسعى لأنه كان بيعزع جداً فعايز أقولك ده العلاقة المحترمة ده العلاقة تلود ده التاريخ ده التكريم ان هو يكلمه مشارك دائما جلال في مرضه قبل وفاته وان يكونوا اول ناس موجودين ويقف المشارك المرتضى منصور كانش داخل النادي تعرف خالد احنا كنا عدنا فترة مش موجودين في النادي لمدة سنة كان فيه لجنتين بيديروا النادي ويشاء السميع العليم ان احنا يصدر قرار بعودتنا يوم 22 لنادي الزمالك ومشارك المرتضى منصور كلمني وقال لي احمد هتروح تستلم النادي ويوم 23 استلمت النادي بكل اللي موجود لك نائب رئيس نادي الزمالك يوم 24 تم تهيئة النادي والمشار مرتضى كان بيهيئ النادي ان يرجع لراوناخه تاني وفي حالة من التجديد وحالة من من اظهر صورة مشرقة للنادي سبحان الله انا لان والدي توفي يوم 24 يعني انا كنت بدخل الموقف لو كان ما كناش رجعنا وكانش النادي في حالته دي كان هيحصل ايه لا الحمد لله كان النادي في ابها صوره خرج جثمان المشار جلال ابراهيم من نادي الزمالك والتنفيذة اللي وصيته اتعامل عزاء كبير جدا ورغم المشار مرتضى ما كانش ناوي ساعتها لسه رجعين وكان هيجي بعد فترة انما كان اول دخول لنادي الزمالك كان فيه تخلق عزاء المستشار جلال ابراهيم وفضل وقت جنبي الفترة اللي انا كنت موجود انا بشكور جدا وجاهد على ده بص يعني مش حايزين يزال على المستشار مرتضى عشان ما يقولكش المستشار مرتضى وتمجيد وتفخيم ولكن دي الحقيقة وانا واحدة حقيقة ويعني حتى لو حقد الحقدون معانا على الهوى شخصية رياضية ادارية كبيرة جدا 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 وانا شخصيا يعني كان ليا الشرف والحظ والتوفيق ان انا حصرت وانا لسه يعني طفل صغير مع والدي كمحافظا للإسماعيلية الجميلة مدينة الخضرة والجمال ثم رئيسا للمجلس الأعلى للشباب والرياضة شخصية إدارية رياضية مفكرة من الطراز الفريد الاستاذ الدكتور عبد المنعم عمارة اهلا بحضرتك معنا يا دكتور عبد المنعم ومشرفنا ومنورنا الثالث اه انا سعيد ان انا بسمع صوتك محشني جدا 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 يا دكتور ربنا نخلى حضرتك طبعا بنتكن في ذكرى اه عزيزة عليك جدا بس طبعا لازم برضو اتذكر ابوك الله ارحم الله ارحم الله ارحم الله ارحم ربنا نخليك يا دكتور على طول وكل حاجة فيك اترقى ربنا نخلى حليك يا دكتور من اجمل الناس اوعظة من اجمل أنتنا ان انا اتشغلت انا طبعا شغلت في الاشياء ويالا حوالي 8 سنينة او 9 وتعرفت على شغلات كتيرة جدا جدا لكن اكده اقول اؤكد ان افشار جلابين كان من احسن الناس ان انا شغلت الخلق التامس العلم التيبة التواضع الجدية في القرار حسن صنع القرار الاتفالات الجميلة وكل الوزارة عندنا في هذه الخطرة يعني اهم من احسن اول الناس اللي انا اعشرتها وانا اضع ان انا يعني كنت ادعي ان انا صديقه رازب عنه يعني رازب عنه رازب عنه رازب النشاشات اه لا من المسال عظيمة 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 ووضلوا عن هذا المالك يعني سيء سيء تكير انا حبقت كله اللي اشتغلت معه اولي كم سنة اللي هو كاريس عن هذه الزمالك واسر في خطرة بتاعته انا حليت تاني الزمالك رازب عنه ان هما اصطروا ان هما ينسحوا من الداوي وكان لازم نزله درجة تانية وانا مقدرش نزل الزمالك درجة تانية فابعت الكابتن حنفي اه اه حنفي اللي هو قسك البول عنده كان اي مياه وكان ريس جهاز الرياضي فالحنفي روح شوف ما عم تصمش بشار المشكلة اززايا. مم. للاسف ما هلناش نحلها. اكلمت رئيس وزارك لقد تورج انا دولي المية تعطونها مش عارسة عمليا انا فيش حل قدام ان هذي محصوب هزمالك. انه مش هينفع انه انه منزل ضرجة تانية. طبعا. الكرى مصر على هذا القرار يعني. اه وبعدين نحيق قالي ان هرف عضية او طلا� ما مواسق جدا. مم. رفع عضية. أسبوع من ناحت الشكل. كنت اميها في جنوب افريقيا. كان السوبر لبينكو وبين الايلي. ام. امتوا اياميها انا فاكر جون بتاع. ايمة منصور. اه ايوة بالضبط. ايمة منصور. اه فانا اكلموني في المكتب. قالوا لي انه حضايا من احد الشكل كذبوها. متساقل في الموضوع اصيروا ابدا. رجع رجع رجز ادارها كما كان لان انا مقدرش عمشتر بها جلاله بها. الله. ورجعوا ادار النادي بشكل رائع. لا يعني ايام ايام جميلة. اه جدا. شهد ورياضة. ايام الحلوة عشان شهد شهد ورياضة. نشطنات كالجميلة اللي موجودة في النادي الزمالكة ونادي الاهل ليها وفي كل عديتنا الشرطين. لا وحضرتك يعني تتلمز على ايديك يا دكتور عبد منعم اجيال وكوادر ادارية رائعة جدا 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 وحرك كنت وزير للشباب الرياضة ويمكن حتى كاس العالم ونادي حورس والقدرات الشبابية اللي حركة يمكن تتلمزوا على ايد حضرتك لا تنسى وانا ليا شرف ان انا اكون واحد فيهم. انا اقدمت انا بريدة وقدمت احمد شاكر وقدمت الضياجي كل الناس الحلوة دي كل انا اللي اقدمتها. بعد انا بسبت الشرقة شوية كان نزع لانا من الرجال اللي قول لي انت جبت النزل سلو مرزلت انا جبتهم كان فوق اسيت. معاربش جلالهم ايه. من افضل الناس انا تعشرت بيها بارض المجموعه دي طبعا. الان اللي قول كان قديمت طفول حسن مصطفى. ده حسن مصطفى. هي. لا يعني هو فترابي يا خالف كان جميل اوي. مفيش الحاجات بل انت تسمح لي من دول. مستشار احمد بقى عايز يقولك حاجة اكيد. معالي دكتور ازاي حضرتك انا بشكر معاليك فن مع المداخلة الجميلة دي قم ايه ده والدك ده يعني اخوات كبير وحبيته كانت في قلبي بشتدة يعني هو كان بيعز حراك جدا لان حراك بصماتك في محافظة اسمعالية او في الشباب برياضة كوزير يعني بصماتك الرياضة لا تنسى وهو كان فعلا ازاي ما حراك قلت انها كانت من احسن الايام واحسن اللحظات اللي كان بشار جلاب رين فيها رئيس نادي الزمالك وحراك كنت معالي وزير الشباب برياضة فانا تاريخ طويل وحافل بالانتصارات والانجازات لسعادتك شرف ليه مداخلة حضرتك معانا النهار ده في الزكرة دي مستشار ما تقولش الكلام ده والدك انا بنسبالي حاجة جيرة جدا 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 انا بواحد بيعيش على ذكريات ذكريات اشخاص اشرف فيهم وصادقهم وارفهم والدك احد اهم من الناس اللي انا شفتها في حياتي واثارت فيهم مشكلات لها وقالبوك ما تشكرنيش فانا يعني بقول من قلبي ومحساتي ومعطفي ومشاعر افتح دلقاء والدك بركة فيك انت جيت وكان بنت المهمة وكانت مششار وعلى اعلى مستوى ويعني هذا تشبره من باك الاسد شرف ليه انا عايز اجي انا جيت لكم مرة اه ايه ايه انا بقالي بسين مونده مشكش المذرق اه اه انا بقالي بسين ثلاثة كده انا غلقتك خلاص راح طالع فجران اقالك انا غلقتك اه بس يعني اللي ما يعرفوش اه بس ما تملكش ده مرصادة منصور الماكين بطاربة قول طايف ماشى منت اللي جلال اه انا عارف ان الدكتور عب منعى من زمان ما شاء الله لاعب تنس من الطراز الفريد تنس ارضي مش تنس طولة اه بس انا لقيته منتخب ماتش كرة طايرة كمان اه انا لقيته منتخب الجامعة كرة طايرة كمان ايه انا لقيته منتخب الجامعة كرة قادر في عضو فتلعيب كبير في مساكل ببروان عبد الرحمن فوضى الله ارحمه الله ارحمه طبعا 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 اه يعني انا كشكور رياضة روش تنس مع المشير ابو غزالة والكلام تنس يعني على العموم نتشرب بيك يا دكتور عب منعب ان شاء الله ان شاء الله انا لقيته منذلك يوم كده والنعب بس كنت لازل لعب مرتضى برعة نحطها بالرجلين كده وفوق دماغه والحق اه بس خلي بالك واليقتل بدناها عالية جدا وبيلعب كل يوم خلي بالك اذا اه اوح فين بقى انا في الجن كل يوم ساعاتين انا بقى عروف ربنا يدي الحركة الصحة يا دكتور عب منعب انا عارف انا عارف يا دكتور ربنا يخلي حضرتك اه الناس انك بيحب الزمالك في ناس بحضاها جوه الذي بحب الزمالك ربنا يخلي حضرتك يا دكتور ربنا يخليك دعنا يعني اللي بنعشاقك يا دكتور عب منعب من زمان وعلاقها متميزة بنا كلنا ربنا يخلي حركة دكتور عبد المنعب شخصية جميلة ادارية له بصمات على رياضة المصرية لا تنسى طبعا انتصارات كبيرة انتصارات كبيرة تانا في عهده والاندية عملت بطولات المصرية في عهده عملت انجازات كبيرة او كاس امم يعني كان ما شاء الله وكان فيه طفرة في الرياضة استكمالة للوزراء كلهم صراحة محترمين دكتور عبد العحد جمال الدين برضو من الشخصيات التي لا تنسى يعني انا بذكر الشخصيات القديمة طبعا هناك العديد من الوزراء الخبار جدا دكتور عبد العبد المنعب منعب كان في التقرير موجود مع المشهر جلاب رهيم هم بيسلموا الكاس كان زمالك كاس بكتوكه في كاس افريقيا واحتفظ حتى بكاس احمد سيكوتوري للابد هم فكان الدكتور عبد العمارة موجود وكان بيسلم جزء جاب المشهر جلال ابراهيم الله يرحمه يعني ده انتصار الوزارة كان بيرقصها مع الدكتور المشهر جلال سلة صح؟ كان لعيب سلة اه صح؟ كان لعيب سلة وكان اداري سلة في نادي الزمالك في نادي الزمالك اكيد كان بتربطه بقى لقب احد رموز الكرت السلة اللي ربنا يدي له الصحة ا كلهم كرأ صحابه حتى بك على مستوى الاتحادات او المناطي او نادي الزمالك واللعيبة اهه وابنه برضه يعني برضه ما شاء الله برضه بيستكمل عائلة كابتن عادل فتاح الاملاقة كرة السلة كابتن احمد عادل عبدالفتاح اقه رئيس جهاز كرة السلة نادي الزمالك وعضو مجلس إضارة نادي الزمالك السابق كابتن احمد اهلا بيك معنا في زماي الكاوي كابتن خلد مساء الفل ومسأل فل على المستشار وأخويا كبير حبيب قال بي أحمد جلال حبيب أحمد حبيب أنا اتمنت على الولد المبارع كده شفته من بعيد أعتقد يعني كان داخل من ناتزة مالك وأنا للأسف كنت خارج ملحيتش السلام عليه لكن اتمنت على الكابتن عدل عفتاح يا كابتن أحمد الحمد لله يعني هو طبعا على طول برضو مكانه الوحيد هو بيته الأولان طبعا من الزمالك طبعا وأكيد لك ذكرات بقى مع المستشار أحمد أو مع المستشار جلال إبراهيم أو مع الكابتن عدل مع المستشار جلال إبراهيم ومع المستشار أحمد جلال يعني برضو عائلة الكابتن عدل عفتاح من العائلات العظيمة العملاقة داخل ناتزة مالك وليها جزور كبيرة جدا جدا داخل ناتزة مالك وعلى فكرة العائلات بتاع الزمالك كلها كانت مددخلة مع بعضها وكلها مع بعضها في الأحزان والأفراح وفي الهموم وفي الانتصارات والانكسارات فكابتن عبد عبد فتاح وامتداده الجميل كابتن أحمد عبد فتاح كابتن نادي الزمالك وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق ورئيس جهاز كرة السلة الحالي اعتقاد الشخصي برضو حلاقات طويلة جدا وامتدى سواء مع المستشار أحمد جلال أو مع المستشار جلال إبراهيم طبعا يعني في الجلال الله يرحمه يعني ده أنا بقول لهم كل جلال ده عشان هو فعلا في مأم عم يعني عشان ده أقوى هو فعلا والله يرحمه وحسن ده يعني كل الناس بتحد وطبعا كان احنا وأحمد احنا متربين سواء كنا حتى في السعودية كان كابتن عادل بيمرن هناك وكان مستشار جلال الله يرحمه كان في التحكيم هناك فكنا مع بعض على طول وأنا فاكر حتى كنا بنروح كان المستشار جلال أول كرة بس جاتي هداية كان مستشار جلال الله يرحمه الله أول كرة أول كرة كان عندي ساعتها عشر سنين أول كرة جاتي هداية كان مستشار جلال وكان بياخدني أنا وأحمد ونروح ننزل الحمام السباحة وهو اللي علمني الى البينج بونج هو طبعا يا بخسر مستشار مرتضى على طول طبعا وتتقدر تكسب تقدرش تكسب انت كان لسه الدكتور عمين عم دلوقتي قالك أنا خسرت من مستشار مرتضى حتش يقدر يكسب مستشار مرتضى بتنسى طول لا 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 خالص فشلت حاولت كثير أول بس لا فشلت أنا سمعت كمان ان هو يعني ما بكتفيش بك انت ال الواحدة كامد بيجيب كمان اتنين بيلعبوه وبيكسب كنت الاتنين انا وشريف صح؟ اه لا فشلتنا خلاص اه ايوه طبعا يعني يعني انك الجلال يعني بل يعني هو كنا نروح يخدني انا واحمد ونقضي اليوم هناك يعني دينا ذكرات كتيرة جدا في البيت عندنا وعندهم يعني كان فعلا يعني العلاقة اللي ما بيدنا هو اخو ابويا فعلا عني يعني واكتر من كده وانا كمان يعني شدت بقى كمان كرئيس نادي ويعني دينا ذكرات حلوة طبعا ودايما بقول مين اللي يعرف المستشار جلال براهيم الله يرحمه ما بيحبوهش صح كلامك صح مين يعرفه واحمد بقى طبعا واحمد نشاء الله امتلك هذا الحب لا خلينا الكلام بقى امانة برضو يعني فرصة ان انت معايا كابتن احمد المستشار جلال حلق طبعا يعني كلنا تربينا زي ما نقولت وتتلمزنا ولاو ايادي بيضاء علينا كلنا اللي يقولك ان ملوش ايادي بيضاء على حد في مجلس تدارة نادي زمالك من جيلي او من جيل المستشار رحمد جلال يبقى حاقد ورا يعني اعتقاد الشخصي ما يبقاش متوازن ان المستشار جلال ليه فضل على كل الاجيال دي الادارية داخل نادي زمالك انما كمان المستشار رحمد ما شاء الله يعني خلينا نتكلم بامانة هي كارزمة برضو عنده نفس الحب وعنده نفس الكارزمة وعنده نفس الطيبة وعنده نفس الاخلاص والانتماء يعني خلينا نتكلم بامانة المستشار رحمد جلال بصراحة خير يعني خلف للمستشار جلال ابراهيم بامانة لا انا كمان يعني كمان اتحكي انا متنين ابو اتحكي اجنان بسراحة يعني اتحكي الجميلة بتاعته طبعا يستثب لكل الناس وبعدها بقول اهو اكبر مني بسانة صحية بس هو اخوي الكبير اوي يعني دايما اقوله كده يعني وده طبعا يعني شرف لي يعني ان احنا باخوات كده ومتربيين سوا والله ارحمك يا سيادة المستشار جلال بجد يعني فعلا اللي يعرف المستشار جلال مين اللي محبوش في حياته طبعا طبعا بس يعني هو انا يعني ليه يعتبع وحيد بس عن مستشار جلال دلوقتي هقولولو على هو ان ليه ادك كرة وانت عندك عشر سنين ومستشار احمد 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 اخويا ومشار جلال برين فعلا هو اللي مربى احمد عيدل عبدالفتاح وعلى طول احنا زي ما قلني احنا متربين ما كنا مع بعض في السعودان كان والدي بيشترك يا ريتو مداله الكرة مستشار احشت عمر كبيرة وبعدين احمد كان لعيب سلا متميز جدا في عهد مشارجة وقالين اخ لي احمد من الشباب المحترمة اللي انت تحب تعرفها وتعرف بيعمل مجهود كبير فعلا بيكمل الهدمات والتاريخ بتاع العائلات اللي انت بتقول عليها يا خالد احمد عدف احمد ربي معنا يوم بيوم في نادي زيالي كاوي بزمال كاوي ورمز من روز السلو وكنت فرحام بيه جدا ومعارف مجلس الادارة نشكرك يا كابتن احمد وبالتوفيق وعلى فكرة يعني رغم هزمت الزمالك في المباراة الاخيرة لكن بشكرك على اداء البطولي وبشكر الكابتن مرع على اداء البطولي واللعبين على اداء البطولي وان شاء الله امور السلة ان شاء الله تتحسن يعني مش عايز اكشف كل الجماهير عاملين مجهود كبير جدا طبعا والغيابات ومطرش محترف وقا وقا لكن ده رجولي وبطولي وان شاء الله هنكمله ان شاء الله الايام اللي جاية معنا المستشار احمد جلال وعندي يعني مسجات هنروح لفصل ونرجع نروح لفصل سيد المستشار احمد جلال ونرجع عشان في مسجات يعني جايلك من جماهير وعشاق فنلا البيضاء بعد الفصل نتواصل مع حضراتكو ومعنا على الهواء المستشار احمد جل ابراهيم بنائب رئيس مجلس اصدارة نادي الزمالك السابق ونجل قيمة والرمز والرموز نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك المستشار جلال ابراهيم نجينا حضراتكم مرة تانية كل عشاق الزمالك والفنلا البيضاء على خناة الزمالك في ذكرى الاولى لرحيل المستشار المبجل مستشار جلال ابراهيم رئيس نادي الزمالك السابق واسرار كبير العائلة الزمالكوية المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس اصدارة نادي الزمالك على احياء الذكرى الاولى للمستشار جلال ابراهيم من خلال برنامج زمالكا ومن خلال قناة الزمالك الوليدة في عهد المستشار مرتضى منصور وكعادته دائما الالاقة الممتدة والطويلة مع القمات الرياضية داخل جدران القلعة البيضاء ست المستشار انا سعيد بوجودك النهاردة رغم حزننا كلنا على رحيل المستشار جلال ابراهيم ويمكن حزن المستشار مرتضى منصور على رحيله لان الالاقة كانت ما بينه وما بين المستشار جلال ابراهيم يعني كانت علاقة حميمية جدا من مداية المشوار داخل جدران القلعة البيضاء وحتى وصول المستشار مرتضى منصور رئيسا لمجلس الادارة ويمكن استعانتوا بيك دائما في مجلس الادارة كامتداد للعلاقة الممتدة مع المستشار جلال ابراهيم طبعا علاقة كبيرة زي ما قلت دائما المشوار المرتضى وحنا عادين قدام الناس كلها حتى في النادي بيقوله مجيجي سيرة المشوار جلال ابراهيم بيقولك ده استاذي علاقة كبيرة وعلاقة محبة ما بينه ما بينه ما بينه ما بينه الراحل مشوار جلال ابراهيم ما بينه ما بينه ما بينه ما بينه عقلتنا شرف ريا اني اشتغلت معاه نائب رئيس نادي الدورتين شرف ريا معاه وجوده دائما دي مواقفه كبيرة ومحترمة معاه على طول مع العائلة كلها بنفتخر بيه وبنفتخر باللي عمله في نادي الزمالك وبالتطوير وبالانشاءات اللي عملها يعني انا الحمد لله شرفت ان كنت جزء صغير ضمن هذه الانجازات اللي تحصل لمجلس الادارة على الدورتين وحتى موجود معاكم كابتر خلال دلوقتي حتى لو موجودش مجلس دارة انما مش حاسس ان انا بعيد عنكم وقال وكان حاجة لفتة رائعة جدا 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 منه قبل الانتخابات الاخيرة النادي الزمالك على وجود المستشار رحمة جلال ابراهيم مستشار للمجلس الادارة ورئيس الاشئول القانونية والرياضية ناخل نادي الزمالك وبقاءك في نفس المكتب كان قبل رئيس مجلس الدارة نال زمالك كانت لفتة جميلة جدا من المستشار وقالها يمكن قبل ما الانتخابات تقيم انا شرف لي لان هو حتى لما كنا بنتكلم وانا مش هتخش الانتخابات انما قال لي مكتبك موجود وده صبقة ما حصلتش قبل كده انه يحتفظ الشخص ساب مجلس الادارة بمكتبه وانه على طول يعني بقى معاه في كل المناسبات او في الاحداث معاكم كمجلس اصدارة المحترم الموجود وقاتي معاك انت بالذات يا خالد كمان ربنا يخليه مع احمد مع كل احمد وطدى وكل المجلس الموجود نص افواد المحترمة بتحاول تعمل حاجة نادي زمالك وانا شاف المجود اللي بحاول يعمله عشان يفضل نادي الزمالك ويفضل صورة الانشاءات الرياضية والانجازات والانشاءات الموجودة والمباني والصورة الانشائية الموجودة في النادي مستمرة حاسس بيكم بالجهد اللي انتو بتعملوه فرحان بالجهد اللي انت بنوها عشان كده انا يعني مفيش اي انا معاك كل يوم ما بحاولش ابخل بجهد لو استعملوه بيا لان انا طول من انتو موجودين وبتكتهدوا هزا الجهد الكبير عشان يبقى النادي انا ببقى فرحان وده اخر عضو في النادي واحد من الجمهير اللي حبقى سعيد باي حاجة بتعملوها فانا بشكركم على المجهد اللي انت بتعملوه بشكر مشارة المعتادة على كل المواقف الجميلة اللي بيعملها معايا على طول فاي حدث دايما بيطلب اسمي معاك زي واحد اكيني في مجلس الدارة انا مش حاسس ان انا خرجت المجلس الدارة لانه هو احداث ومواقفه محسساني الاحساس ده على طول موجود على طول موجود في الاحداث معاه وده شرف ليه ان انتو حتى تكون موجود ان انا تستعينو بيا او ان انتو حتى تتفضلوا ان انا بقى موجود معاكو حتى في النادي في المجالس فده شرف ليه يا كابتخال انا يعني كنت حابب اسألك سؤالين يعني تلقت الخبر ازاي وزعلان من حد كنت متوقعه يبقى جنبك وبجوارك في اللحظات الحزينة دي لكن مدخلات هاتفية كتيرة جدا وحتى المسجات كتيرة جدا ومعانع الهوى احد نجوم كورت السلة واحد المديرين الفنيين المتميزين واحد النجوم الواسمين في كورت السلة وانا يعني كنت بشوفه لحقته شوية وكان نجم من نجوم كورت السلة وهو اللي طلب واثر على عمل المدخلة الكابتن عصام عبد الحميد كابتن عصام اهلا بك معانا في قناة زمالك وبرنامج زمالكاو اهلا بك كابتن خالد واهلا بالمسترح بس جلال ايه كابتن عصام طبعا انا كنت بطارج على البرنامج وشافة كنت ومسترح بس جلال طبعا حاولت محاولات كبيرة يعني ده اللي بكون مشاهدة لا ده احنا لينا الشرف يا كابتن عصام في الذكرى يعني اللي بتبقى بتخصنا جميع مش مسترح بس صح جلال جلال ابراهيم يعني هو قب روحي ليه انا يمكن مشارك شخصي وكل لعبي ومدريبي ده في الزمالك يعني في كورة السلة اللي كان هو منتبلي اليها وكمان كان جميع الالعاب اه على مر الاسطور يعني طبعا جلال ابراهيم يعني شخصية محبوبة لكل الجماهير وكل اعضاء نادي الزمالك العاملين يعني مشار جلال ابراهيم انا مهما اتكلم شاو فيه حقه يعني هو واحد من الناس اللي لهم اثر كبير علي وعلى ناس كتير يعني من الزمال اللاعبين او مدربين اه اللي كان موجودين مشار جلال كان انسان زمس الخلق اه انسان يعني يعني متقدرش متحبش مشار جلال او تكون يعني اه مضطبط اه دين يعني انا شخصيا يعني بحث ان هو يعني كان مشار جلال عند ميزة ان هو كل ناس بتحس ان هو واحد او فرد من ضمن اه العيلة صح صح وقريب منك واخ اكبر واب في بعض الاحيان وحكيم في بعض الاحيان صح طبعا يعني مبيش مناسبة ايا كانت ده وقت يعني مناسبة مفرحة او مناسبة حديدة الا ما هو موتم وبيحاول يوصل لكل الناس يكون مجامل لكل الناس يعني فالمشار جلال ابراهيم يعني مهما تكلمنا يعني الشخص اللي فعلا زي ما قلت كل الناس بتجمع عليه وكل الناس بتحبه ويعني ممكن مشار احمد جلال يعني واخد منه هدي استماعات طيبة طبعا طبعا هذا خليك كابتل عصام لما واحد من عظماء كرة السلة واحد عظماء المدربين لما اقول الكلام ده ده يعني بيفرحني ان مشار جلال ابراهيم كان ليه اخوات زغيرين وولاد يعني زي كابتل عصام عم حميد وهو حب الكرة السلة والكل لعيب السلة ومدربين كرة السلة كان هو العشق العشق الاساسي بعد كرة القدم فهو علاقة تاريخية وعلاقة اسرية ما بين كابتل عصام حميد واصرته وكل فتحة السلة وكابتل عصام عصام عم سريم وكل اسر السلة كلها كانت مرتبطة مع جلال ابراهيم فانا شرف ليه كابتل عصام والله ومشكرك مرتاني لا يا حبيبي ده انا متعرفش يعني انا مدى اهتمامي لان المسطر جلال يعني النهار ده يعني يوم تقديمه يعني ده بيخصنا كلنا وكلنا بنشعر نفس الشعور اللي انت بتشعر به لان المسطر جلال هو قبلينا جميعا ودي انا يعني بذكرها يعني بشكل شخصي ليه وكل زميلي كان نفس التقدير اللي انا بتكلم عنه دلوقتي كان كلهم بيشعروا به تجاه المسطر جلال ابراهيم على عموم يعني يا كابتن عصام انت نجم ورمز وانا شخصيا حبيت كروت السلة عشان كنت بشوف يعني ما شاء الله نجم واسيم وسناعيات وسلسيات يعني ما كانش فيه سلسياتك كابتن عصام ايامك صح؟ لحقت شوية لحقت شوية صح؟ لو كان يعني كنت زميلك نجم النجوم وانا بعشق الكابتن عصام عبد الحميد وكل ده انت كنت واحد انت كنت ادو مجلد دارة ليا الشرف ليا الشرف طبعا الحمد لله الحمد لله وكان ليا الشرف يا كابتن عصام لا انا عارف انا عارف يا كابتن عصام وتحياتي ليك والمستشار مرتضى والمستشار مرتضى كان معانا في المجلس الهائل ده نائب رئيس كان المستشار مرتضى نائب رئيس مجلس ادارة نازل زمالك اه انا تحايل مستشار مرتضى منصور اللي ان يعني انا بصراحة المرسادة منصور انا برا النادي انا بسعد بكل اللي هو بيعمله في النادي وارجل للناس كلها اتساعده انا مش لازم انا بقول حاجة بس مش لازم ابقى موجود يمكن دي كتميزة من احد مميزات المرساد جلال الفعيد ان هو زمالكوي قلبا وقالبا مش مهم ان هو موجود او مش موجود انا اتمنى ان كل الناس زمالكوية او من يدعوا ان هم ينتموا للزمالك مش لازم اكون في منصب عشان اقف جنب النادي انا اقف جنب النادي سواء كنت في منصب او مش في منصب وفي نفس الوقت معاقشي المسيرة بتاعت نادي الزمالك انا بتمنى ان كل الناس تبقى وقفة يعني مساندة للمسشار المسشار مستل منصور والمجلس ادارته لان هم بيعملوا يعني انا والله ما بجامل حاجة بيعملوا على المستوى الانساء او المستوى الرياضي انجزات غير مسبوخة لكن الناس بتحاول ان هي تعوخ ده لكن اتمنى للمجلس للمسشار المستوى ان هم يكونوا يعني يكملوا ولا يستفتوا لكل الامور اللي هي بتوقف في سرط النادي لشان نادي الزمالك يكون منفس المسيرة اللي هو يماشي فيها بإذن الله ان شاء الله ان شاء الله نشكرك يا كابتن عصام جدا 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 كابتن عصام عبد الحميد نجم من نجوم كرة السلف نادي الزمالك والمدير الفني الرائع طوال السنوات الماضية عرفت تلقية الخبر ازاي وزعلان من ايه وسعيد من ايه يعني دايما المواقف اللي ازاي دي اصعب حاجة تلقي الخبر واصعب حاجة بعد الحدث ما يخلص بيبقى في ناس انت متوقع منهم اكتر من كده تصدم فيهم في ناس بتبقى متوقع منهم حاجة وليلة جدا وتلاقيهم في مثل هزي المواقف عظماء تلقية الخبر ازاي يا كابتن خياد هو كان والدي المشور جلالي كان تعبان جدا وفي الفترة اخيرة كان قابل المستشفى كان زاروا في الليلة دي المشور نادر جلالي اخوية والدكتورة ليلة والدتي وكانوا عارفين ان العملية انتهت بس انا يعني هما شايفين انا طبعهم لي عندي امل في ربنا ان شاء الله يمكن ربنا يشفيه بس ما قالوا ليش ما قالوا ليش ان العاملية هو الدكات اللي قالوا لهم فكت فرحان جدا بعودتنا النادي الزمالك يوم 22 كمجلس ادارة رجع بقس المشور المرتضى منصور كنت فرحان ان احنا بنسلم النادي يوم 23 وان النادي بيتم عادته تاني والسلطة اللي احنا سبناها عليها وان كل العاملات تنظيف النادي وعادة سلطة الجميلة كنت فرحان بس كان جوايا حاجة في حاجة كان يعني قلبي كان مقبوض من حاجة حتى ساعت الوعي بأكيد كنت حاسس بحاجة مش عارف ليه مع ان انا كنت فرحان جدا كنت بشتري حاجات لولادي وطلعت العمارة فزوجتي كتعرفة الخبر من اخويا نادر ففتحت بها مش عارفة توصل لان انا مرتبط بوالدي طباط كبير انا مبقولش اسمي سنائي انا في اي مناسبة لازم اقول اسمي سلاسي عمر ما تسمع من احمد جل لازم اقولك احمد جلال ابراهيم انا انا اسمي وحب الناس ليه ووضعي والخير بعد ربنا سبحانه وتعالى ليه والاخويا والعقلتنا كلها من جلال ابراهيم فلما طلعتك اتخايفة تفهم مسمي ابنك على اسم جلاله الله انا عندي الحمد لله عندي ادم وعندي جلاله الله وعندي ليلة وعندي يوسف دول اولاد ولاد نادر يسين ويحيوتية دول اللي اطلعنا بيهم من الدولة مقدرش على ليلة انت اه مقدرش عشان نقول للناس هي بسيطرة عليها مقدرش عليها هي بطلة جنباز بلد الزمان المنودة دايما كده بسيطرة عليها اه انا طلعت وكنت بشتري حاجات ففتحت زوجتي ليه الباب فلقيت عماية ترجع الورا فقلت لها فيه حاسف وشها فيه حاجة بتقولي بس مبيش حاجة طب تعالى بس ايوة فيه ايه اتخضتني الولاد يكون فيهم حاجة طب هقول لك حاجة بس وخايفة مني من ردة فعلي وعملة تبعد عني قالت لي البقاء لله وراحت جارية انا ما مش عايز اقولك حالتك اتعامل ازاي مش عارف اقف مش عارف اقعد مش عارف اتكلم لساني تقل مش عارف اتصل مين عمال اتدور على المفاتيح عربية على هدوم مش عارف اعمل اي حية مش متمالك نفسي والتليفون كان معايا اول اتصال ليا كان نادر جلال قال للمشار المرتضى لقيت المشار المرتضى منصور بيتكلم اول مكالمة ليا اول مكالمة ليا جات لي فهو شايفني طبعا خلاص في استيري البكاء وبتاع فعمال يقول لي هو حزين بس هو مش عارف اكون حزين كده مش هيبين لي ابدا ان هو لا اعايز يشد من ازر عمال يقول لي احمد بقاء لله واجمد ومفيش حاجة وبكرة هتحصل حاجات كلها واجمد عمال يصبرني كنا انا معرفت اش هتصل مني ممكن اتصلت باللوى علاء مقلد على طول والشريف حسين والحاجة مصطفى محمود صاحب والدي دول اللي كانوا على طول معي في اول اتصل هي ابتدت مش عارفة الملك نفسي فتوجهت على طول المستشفى وسبحان الله ان المستشفى جنب بيتي عشان كل يوم عدي على هزي المستشفى وعدة رحم على والدي وطلعت انها والحمد لله هو قدر ربنا سبحانه وتعالى بس انا مكنتش مستحمد الصدمة تماما هي الحقيقة لوحي تماما مكنتش قادر استحمد الصدمة يمكن والدتي كانت منتماسكة نفسها شوية او لان هي عاشت معا المرض كله مشار نادر جنر كانت منعيش مرض مرض كله وحاسين بالحلل اللي وصل لها آآ زوجتي كان بتارع المشارج جلال مع زوجة المشار نادر وكانوا حاسين برضو ان العملية بس مش قادرين يقوليلك للكلام دة انا بالنسبالي والدي يعني ان هو يعي يعييأو الكلام دة من كان مستبعد عني تماما فلمان لكانت الصدمة ك PAL ومكنتش فعلا ما قدرش اتحمل الصدمة سبحان الله انا قدرت اروحجاا الـ وستشفى بالليل واجي تاني يوم في اروح جنازة في نادي الزمالك يعني يعني ادي حسدي ادي ساعات اني بنافزه وصيته. ربنا بيلهم الوحى سبحان الله الصبر والسلوان وبتحس انه انت يعني بتعمل حاجات وانت مش عايز بيها بتحس بعديها. انا كان من النادي مش رجاله حاجة عظيمة او يا خير. انا عارف. انا عارف. لينا كلنا. هو 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 الحياة وهو. ما بلك ليك. هو الحياة. يعني اذا كان هو لينا كلنا كده. طبعا هو اللي علمني كل حاجة. هو اللي علمني التقلل القضاء. وهو اللي علمني الادب والاحترام. هو اللي علمني انادي الزمالك ازاي. هو اللي علمني ان انادي الزمالك ده يبقى اول اولوياتنا ونحبه ايه ونخدمه حتى لو احنا برا. في كل حاجة يعني انا مش هايز اقولك. اهي اهي الصورة على شمالنا اهي. يا ريت جبانة على شمالنا اهي. ده كنا في المطس يمكن بداية مرضه يعني بس انا دايما كنت اقعق جام وكان بداية مره وكان فرحان جدا. ده اللا بصابية ده هو حاجة بيحبها. اللا بصابية ده العمال يكسب ده هو حاجة بيعشقها. قناة نادي الزمالك دي حتى هو عيان في في البيت كانت على طول مفتوحة قدام ونفيش قناة غيرها. قناة نادي الزمالك على طول وكان يشوف نفسه هو بيطلع وبيجيبوله ساعات صور كان حبيبها جدا. فابقول الحمد الله على كل حاجة. يمكن العزة بتاعه كان عزة يعني يضرب بالمثل. كل الهيئات القضائية جات وشرفتني وكل رؤساء النواد. سلام يعني لو عندنا يا جماعة بعد اذنكم جزء من العزاء ولان انا يعني افكر وبيتكلم عليه مستشار احمد جلال وقد ايه المستشار مرتضى كان حزين ووقف في بداية العزاء وجنب المستشار احمد وجنبه المستشار النادر وكل الزمالكوية وكل عشاق الفنيل البيضاء كانوا متوجدين. انا مش عايز اقول لك بغض نظر العزاء الناس اللي توصت معي وناس مهمة على المستوى الرياضي والمستوى السياسي والمستوى القضائي كل الناس جوا مشرفوني في العزاء بتاع والدي الله ارحمه كرموه. زي انت من الناس بعد بعد المرحلة دي يعني في ناس اكيد زي من مستشار مرتضى انت وانا قلت ده مش حاجة جديدة ودي عدته ودايما مع المستشار جلاه ابراهيم وبرضو بصراحة مع والدي الله ارحمه الكابتن ابراهيم لطيف كده ومع عائلة الكابتن لطيف ومع العائلات الكبيرة كده داخل نادي الزمالك اللي لي علاقة قريبا جدا جدا منهم وبيتم تكريمهم على احسن ما يكون من المستشار مرتضى منصور شخصيا. مين بقى اللي اتصدمتي في كنت متوقع منه حاجة وما حصلتش. انا مرحبا. مرحبا. كل الناس كتحاب المشارك في كله. طبعا. اه. زي ما قال. شرف كبير ليه ويعني كنت فرحان ان هو بيتم تكريمه بهذا الشكل. بعض بعض رغم اقولك حاجة العزة بتاعه ده كان فيه ناس مختلفة معانا في وجهات النظر جات العزة. اكيد. وكان بيستلم على المشار مرتضى وكانوا فيه بيتكلموا بعض. طبعا. هو جمع ناس كتير. كيك بعض بعض الشخصيات مش حاسكوا اسمها عشان مداش اقتر من من حجمها. الاسف كان فيه خدمات كتير وعشرة وبتاعه. وناس متولية مناصب معينة. كان كان ورغم ان انا كنت كان حصل لهم مرة حادث معين وكنت من اول الناس اللي موجودين. لكن لما مشارك جلال ممكن ما راحش عشان كان عيان. لكن انا لما حصل على فترة مشارك جلال لا تليفون ولا رسال. ايه السوري. لا تليفون يا خالد ولا رسال. ايه. ايه. انا. انا على اعمال. كل الناس بصراحة كل كل النادي الموظفين كلهم كانوا وقفين. كلهم كان بياخدوا عزال انه كان بالنسبة لهم والد. صح. لكن في بعض الناس كنت متتظر رسالة. حتى لو انت مش مش حبيبني. متظر رسالة. منتظر تليفون. منتظر الشخص اللي ماد ده ما هوش شخص عادي. ده كان رئيس نادي الزمالك. رئيس اكبر نادي في القرى الافريقية. من كل الاندية عمل البيانات. وكل الاندية تلقت منه الاتصالات. وحتى من النادي الاهلي تلقت منه اتصالات. وجي وفد من النادي الاهلي عزالي. وجيت الاندية كلها عزالي. وناس من اقليم ومن اسكندرية. مش عايز اسكر اسمع عشان ما انساش حد. لكن بعض الناس كنت منتظر منهم حتى تليفون رسالة. بيان يطلع. لكن للاسف يعني. بس انا الحمد لله على كل حالة. يكفي الناس اللي جد. يكفي الزكر الرعاقة اللي موجودة ليه انا في نادي الزمالك. اهو. هي الكابتن طهرب زيت اهو. من احسن الشخصيات بنجالي وصديق عزيز. وشخصية اهلوية آآ. كل الشخصيات على مستوى مجالس ادارات الاندية كلها جت. آآ. يعني كان تكريم في الجنازة وتكريم في العزة. آآ. كل كل الشخصيات. الهقيات القضايا رؤساء الهقيات القضايا كلهم شرفوني وحضروا عزاء المشتر جلال ابراهيم. ناس مهمة جدا على المستوى السياسي وعلى المستوى الرياضي. فبقول الحمد لله مش مش اقلاص. اللي حصل مش حاز على عشان ما 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 خطوك شيء. خالص. يا كفيك حب الناس. يا كفينا حب الناس لجنازة ابراهيم لغة دلوقتي يا ها. لغة دلوقتي إيه لغة ههو السودان. كابتال نبيل محمود من سودان. نبيل. كابتال نبيل آهلا بيك آآ. دومنا بيك آآ. معانا في آآ زمل كاون. آلو. اهلم بيك كابتال خالد وأهلم كابتال نبيل ازيك وحيش يا كابتال كابتال نبيل اهلم بيك وسامعنا كويس. نبيل اخليك وانت كمان الله يخالي كابت النبيل الحمد لله سمعكه كويس عايز تقولي النهاردة ايه كابت النبيل وبعد يعني في الزكرة الاولى لرحيل المستشار المبجل المحترم مستشار جالب رحيم والله رحمة الله عليه والله يمكن مش عشان احمد بي قاعد مش عشان احمد لله رحمه طبعا انا عصرته من قبل ما يكون رئيس نادي كان وكيد نادي والله مش عشاناتي الطيبة جدا 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 حنيين على رعبية الزبالك وامرنا ما نذكره في التأثير او في مشكلة لله رحمة الله عليه وقبضينا كده كده ارحمه كده فرده وسل على يا رب المستشار احمد معك نبيل محمود كان من العيبة المحترمين اللي كان ضمن الفرق معنا المشارج جالب رحيم الله رحمه اللي حققت انجازات كبيرة جدا لعيبه هو كان المشارج جالب بيحب نبيل محمود على المشتوى الشخصي انا بشكرك يا كابت النبيل عن انت موجود في خارج مصر وان انت هذين المداخلة برضو انا بشكرك جدا يا كابت نبيل كان ترخيرك عوز شفت عراجب سيطر الشرق بولا كلنا وابو كل الدماء احنا من نمساش ايام الجميلة معنا الله يا رحمة الله عليه ربنا يا حمود كلام وانت امتداد يعني دايما لما نشوفه وانت عارب احنا برضو معطرينك من سلحة من سلناك يعني وانت معكو في المتشاط وانت عارب احنا بطلات وفي الملاعب وكل المتشاط انت بتزعز ذات انت عاربوش فيها فطبعنا انت مجداد لا خلي يا كابت النبيل يعني ام بنشكرك جدا يا كابت النبيل ويعني دايما انت معانا في قمالات الزمالك شخصية زمالكوية نكحة يعني رسالة كتيرة جدا يعني ما شاء الله حب واجلال المستشار بسم الدسوق يمكن يعني المستشار بسم يعني عايز يعمل مداخلة بعدتها الكارم المهندس احمد عثمان تحياتي من قلب مستشار احمد جلال وليك خالد ثم ولاد الزمالك ولاد الاصول والعائلات الزمالكوية سواء كنتم دخل النادي او خارج النادي بتحبوا النادي وبتقفوا فظهروا حاجة مشرفة جدا ويعني طبعا زملتنا العزيزة مارو اسامة مساء الخير عليك يا كابتن خالد وتحياتي الحرق والقناة الزمالك وبحي المستشار مرتضى على احياء اصراره على احياء ذكرى من رمز من رموز الاخلاص مستشار الجليل جلابراهيم وحقيل مستشار رحمد جلال ورس كل هذه الصفات الجميلة ورس الحب والعطاء والاخلاص لنادي الزمالك دي زملتنا العزيزة مارو اسامة ويعني طبعا كل الرسائل من محبين والعشقين لنادي الزمالك بشكره المستشار المرتضى وبشكره قناة الزمالك على احياء الذكرى و يعني الأستاذ مارد العزيز مدير التنفيذ لمنطقة الجيزة ويعني الحبيب المشار جلال طبعا وعوده من الصدارة نادي الزمالك السابق مع يعني المستشار جلال إبراهيم وطبعا يعني فيه ناس كتيرة جدا لكن معاي على الهوى الله ارحمك السابق المستشار جلال بإبراهيم شخصية جميلة جدا جدا الأستاذ عصام عصمان طبعا صادقنا وحبيبنا عصام عصمان ويعني حتى الكابتن طارق يحيا والأستاذ أمين سالم من كاليفورنيا وأستاذ جمال فهمي من أسوان والدكتور صافي الديب يعني فيه حاجات كتير جدا الأستاذ وقال السنهور رئيس القسم رياضي بجريت آخر الأسبوع والأستاذ أحمد عبد الوهاب يعني كتير وكتير ومعانا المستشار بسم الدسوية على الهوى رئيس محكمة الجنات الحج سام الباهي برج العرب ما شاء الله سيد المستشار أهلا بك معانا المستشار العزيز بسم مساء الخير أجمل مزيع في مصر ربنا يخليك ده من زوءك ربنا يخليك ساد مستشار أن أنت عامل حلقة النهاردة بجد للتاريخ الحمد لله الحمد لله ده من زوءك ولدي الأول قبل ما يكون أحد من قامات وعظام من ترقصه نادي الزمالك له بصمة لن يستطيع أي أحد على مر عصوره أنه هو يطمسها صح الراجل ده علمنا يعني حب الزمالك علمنا يعني أنه نبقى فخورين بقيمة وقامة مثله علمنا يعني حب بجد للكيان أنه ممكن نعمل أي حاجة في سبيل نادي الزمالك ويمكن أنا لي حاجة خاصة شوية بأنه كان زميل لوالدي والحاجة التانية طبعا أنه أنا اتشرفت جدا أنه أكون الأخ الأصغر لمعالي المستشار أحمد جلال والأخ والصديق والحبيب لأخويا نادر نادر بجلال نائب رئيس محكمة النق يمكن إحنا من إعدادي مع بعض الراجل ده لن يجود الزمان بمثله من أخلاق من حب من قيمة من كرامة وأنا بشوف دلوقتي أخويا الكبير أحمد جلال هو اللي بيكمل المسيرة دي رحم الله الفقيد وألهمنا جميعا الصبر والسلوان ولكن كل الزمالكوية على يقين أن هذا الرجل عاش ومات وهو محبا بل عاشقا لكيان اسمه نادي الزمالك رحمة الله على والدي الغالي وأنا فقور أن قناة نادي الزمالك بتحيي ذكرى واحدا من رموز وعمالقة نادي الزمالك على مر العصوش بشكرة تحياتي وبجد حلقة ممتازة جدا 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 وخالص تحياتي لأكل أكبر أحمد بجلال تحياتي بشكرك بسم بيك الترخير ومتشكر أخ وصديق عزيز علينا كلنا أنا بشكرك جدا عن الكلام الحلو اللي حرك قلته شكرا يا بسم بيه يعني مسك الختام من المستشار بسم الدسوقي وأنا بشكرك جدا كابتن جمال عبد الحميد على فكرة يعني بعيدتلي مسج أستاذ كريم أبو حسين كان نفسهم يعمله مداخلات وبرضو يعني عزوك ولك معزة خاصة منهم جدا أستاذ كريم والكابتن جمال والأستاذ يعني يعني كل زمة الكوية حبيبك و يعني زي ما أنا هقول دايما أنا بقول بحب أتكلم من قلبي وما بحفظ المستشار جلال آه مات يعني لكن مستشار جلال في وجود المستشار احمد جلال المستشار نادر جلال هو موجود وربنا يا رب كده يدي الصحة للدكتور ليلى وبعض الشخصيات تذهب لتبقى في قلوبنا لسنوات طويلة جدا 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 انا عايز اقول انا بشكركم جدا انا انك بتحية ذكر واحد كان ليه اثر كبير جدا في حياتي فعلا اهم حاجة علماني حب نادي الزمالك هذا الرجل كان يعشق نادي الزمالك جدا مش عايز اقولك ابن خالد ان كان حياتنا كلها مرتبطة بنادي الزمالك حتى في طلباتي انا واخوية نادي كان مرتبطة بنادي الزمالك كمشار جلال ليه كل يوم في النادي وليه احداث مع كل الاعضاء يعني انا مش عايز اذكر لك حاجة انه مثلا بصالة بسيط كده كنت اخيلت انا في المدرسة وانا ظاير كمشار جلال كان بيحضر ماتش سلة الزمالك والجزيرة وانسيني في المدرسة من حضوره الماتشات وحبه للفريق الرجل عشق نادي الزمالك وعلمنا عن اينا حب نادي الزمالك انا بقول له الله يرحمك سعادة المشار الجليل اللي علمتني يعني ايه تقاليد القضاء ومبادئ القضاء يعني ايه علمتني نادي الزمالك وعظمة نادي الزمالك واعضاء وجماهيره انا بشكرك على ان انت علمت اينا يعني ايه حب نادي الزمالك اه حتفضل ذكرك موجودة في قلوبنا وفي قلوب الناس كلها وانا انا عايز اشكر بس لازم اشكرهم لأسرية الشخصية اللي وقفت مع المشار جلال في مرضه اه والديت الدكتورة ليلة الشريف اللي وقفت مع والدي جدا في مرضه وكان مستحملة حاجات صعبة جدا المستشار نادر الجلال وعائلته اللي هي وقفة مع المشار جلال وكانوا على طول معاه وبشكر زوجتي واولادي اللي كانوا بيحاولوا يسعدوا في اخر ايامه يعني انا زوجتي واولادي ادهم وجلال الله وليلة ويوسف كانوا عارفين ان والدي تعبان وكانوا بيحاولوا يسعدوا باي شكل انا بشكرهم على تعبهم معانا وبشكر كل اللي حضر العزة وكل حضر الجنازة بشكر اخيرا لازم بشكر المشار مرتضى منصور على اصراره احياء ذكرى والدي المرحوم مشار جلال بشكر كل القائمين على القناة من اولهم لاخرهم ان هم احيوا ذكرى وان انتو خلتوني قاعد بفتخر ان انا واحد من قصرة نادي الزمالك بشكر قناة نادي الزمالك العظيمة على احياء الذكرى انا بشكرك كبتا خالد على المستوى الشخصي صديق عزيز واخر عزيز علي هتفضل عشرتنا مع بعض لطول عبرها محدش هيارة فيه قدارها خالص ده شرف لي فانا بشكركم جدا وبقول انا مهما شكرتوكم مش عارف بقول حاجة لان انتو النهاردة عملتوا حالة كبيرة عندنا في عائلة المشار جلال ابراهيم ده احنا بنشكرك مهندس خالد الباشا بيعزيك دكتور حمد سعيد أستاذ محمد الجبالي دكتور خلد الجزاء الدكتور حسام الأزاز ما شاء الله يعني كتير جدا جدا لأستاذ خالد انا اللي بشكرك وكنت سعيد وفخور ان انا اقدم هذه الحلقة وهذه الفكرة وبشكر سيد المستشار المرتضى منصور على المستشار الشخصي ان نخلى قناة نادي الزمالك النهاردة تحي اول ذكرى لرمز من رموز نادي الزمالك الكبير جدا جدا هرم من اهرام الادارة داخل جدران القلعة بأداء المستشار جلال ابراهيم شكرك جدا انا بس اعطلو بطلب ان اي حد في اي مناسبة في اي صورة تريفزيونية يشوف المستشار الجلال او يتذكر اسمه ان يدعو له بس بالرحمة مش طالب اكتر من كده الله يرحمه وهعملك حاجة من اللي انت يعني اللي كان بيحبها لستاذ المستشار الجلال ابراهيم نشوف النادي الزمالك في احسن صوره هنشوف تقرير عن انجازات مجلس ادارة المستشار المرتضى منصور وانت كنت نائبا لمجلس الادارة في عهد المستشار مرتضى منصور الى اي مدى وصل النادي الزمالك في عهد المستشار المرتضى منصور هنشوف التطور الرهيب والرائع اللي كان بيعشقه المستشار جلال ابراهيم والمستشار احمد جلال ابراهيم تعالوا نشوف التطور الإنشائي في عصر المستشار مرتضى منصور إنجازات تتحدث عن نفسها داخل نادي الزمالك في عهد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة على مستوى الإنشاءات والألعاب الرياضية والنواحي التسويقية طفرة إنشائية غير مسبوقة شهدها النادي الأبيض تحت قيادة المستشار منذ عام 2014 حولت القلعة البيضاء من مباني عفى عليها الزمن إلى تحف معمارية ترضي طموح وأحلام أعضاء الجمعية العمومية للنادي بدأت بإنشاء مبنى اجتماعي جديد بالإضافة إلى بناء مسجد ضخم واثنى عشر حماما متنوعا للسباحة فضلا عن تجديد الصالة المغطى بالنادي وإنشاء صالة أخرى للعبة الجنباز بمثابة فخر كبير لجميع أندية مصر ويفتح المستشار مرتضى منصور أبواب نادي الزمالك أمام المنتخبات القومية والأندية التي تمثل اسم مصر في المحافل القارية والعالمية للتدريب في الصالات المجهزة على أفضل وجهة في كافة الألعاب في لفتة طيبة تدل على وطنيته وعشقه لتراب مصر أقصى أحلام أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك قبل قدوم مرتضى منصور لرئاسة النادي في عام 2014 كانت تتمثل في الحصول على كرسي آدمي يصلح للجلوس عليه في النادي قبل أن يتم تحويل النادي على يد سيادة المستشار إلى صرح عملاقة يحتوي على أفضل المباني والإنشاءات على مستوى جميع أندية الشرق الأوسط بشهادة الجميع ومنهم نجوم الكرة العالمية أمثال الأسطورة الهولندية رود خلت والذي أعرب عن اندهاشه من فخامة المنشآت الاجتماعية والمباني والصالات المجهزة والحدائق داخل القلع البيضاء مرتضى منصور تحول معه الزمالك إلى ناد عالمي بكل ما تعنيه الكلمة من أجل راحة ورفاهية أعضاء الجمعية العمومية للنادي وتجهيز ملاعب الفرق الرياضية في شتى الألعاب ومن أجل اسم وشأن الزمالك أولا شكرا سيادة المستشار رجعنا لحضراتكم مرة تانية ويعني كعادتنا دائما كل يوم خميس في زمالكاو بتكون حلقات إثثنائية الخميس الماضي المستشار مرتضى منصور ودائما وأبدا كل يوم خميس في فقرتنا الدائمة بيبقى في جديد النهاردة كنت سعيد جدا وحزين في نفس التوقيت سعيد باستقبال أخي وصديقي والعزيز المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة ناد الزمالك سابق مع المستشار مرتضى منصور في المجلس الماضي وحياء ذكرى رمز من رموز ناد الزمالك الذكرى الأولى عادة المستشار مرتضى منصور يمكن في كل يوم خميس معنا في كل تفصيلة بكل خبر بكل فقرة بكل معلومة بكل حقيقة بكل قضية يعني يراد أن احنا نقشها منقشها موضوعية بكل منتهى الشفافية النهاردة طبعا برحب بديوفي وبنجومي في فقرته الثانية الكابتن جمال عبد الحميد نجم مصر وكابتن مصر هو نادي الزمالك وكابتن منتخبنا الوطني اللي برحب به في أول الفقرة وأقول لكم لسانا منتطيب بالنيابة عن الأستاذ منتصر الفاعي والأستاذ محمد زجب والأستاذ ذهاب الفولي مع كل استاذ المشاهدين وما تردش عليها بعد ما نشوف تقرير الكابتن جمال اشتركوا في القناة 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 معالي الوزير عمنا مامارا دكتور عمنا مامارا ساعدني ورضو دكتور عمنا مامارا في ان انا المستشار جبلي بر Laggrav قال هتعمل ما شفاء في الاستهد كنت عايزة اعمله في لاتيزة مالك فاللي اكيد هيجي جمهور كتير جدا فهنعمله في الاستهد عشان عملا كنت هنزل بطيارة كمان هنزل بطيارة الملعب اول لعب واخر لعب فانا رحت للدكتور عمنا مامارا وعارف انه هو هيرفض وهرجع لنات زمالك فليت الدكتور عمانيا مامارا قال لي ماتشك هتعمل في الاستاد وأهلا بيك وأهلا بمتخب مصر ومتخب الكويت كنت بعمله مع المتخب الكويت وفتح لي الاستاد وقال لي اللي انت عايزه تحت عمرك انت كابتل مصر في كاس العالم وأهلي وزمالك وحاجة كبيرة يعني المفروض ده الاستاد ده بقى ملعبك يعني فبصراحة يعني النهاردة الدكتور عمانيا مامارا جيبته حضرتك ومستشار جلالي إبراهيم بالذكرى للسنائية بتاعته ليهم افضل علايا كتير جدا وانا بلعب وانا كمان بعتزل فبشكرهم على الهوى عن طريق البرنامج وبقول الله يرحم المستشار جلالي إبراهيم وادخله الجنة وصبر اهله وبإذن الله ان شاء الله يكون في الجنة ان شاء الله عايز سقول حاجة انت لا بالتأكيد يعني انا بضم صوته بصوته بصوته لكابتن جمال عبد الحميد وبرضه على السيرة يعني بنشكر المستشار مرتضى منصور ان احنا وعدين برضه بنتفرج منبرة حرصه على تكريم الرموز ورؤساء النادي السابقين اللي هم عطوا للكيان من جهدهم وحبوهم وعرقهم للنادي وده اللي امانة يعني الرسالة اللي بيرسيها المستشار المرتضى منصور منذ يعني توليه المهمة منتخبا في 2014 بيطلق اسماء الرموز والنجوم على حضايق النادي وعلى منشآته هو ايضا النهاردة بقناة نادي الزمالك كان شيء مبهج للغاية رغم انه يعني ذكرى حزينة لفراق واحد من رؤساء النادي المحترمين جدا لانا على مستوى الصحف اتعملت معه وعملت معه محوارات كان نفس المدرسة اللي بنتاجه المستشار مرتضى منصور اللي هو دايما وقت ما تحتاجه كصحفي بتلاقيه بترفع عليه سبعة تلفون سيطة مشهار عايز عمل محضرتك حوار ما بيبصلكش انت شاب صغير ولا ولا لسه بدء حياتك في ناس تانية بتتشرط انه رأساء تحرير مثلا من شبان في بداية مشهارهم يعملوا معهم حوارات ويريد بيعملوا معهم حوارات بيخشوا يلتقطوا صورة والحوار بيجي لهم مكتوب إنما المستشار مرتضى منصور والأمانة يعني سابقه رحمه الله المستشار الجليل جلال إبراهيم ما كانوش بيبخالوا علينا بأي معلومة ودائما حرسين على توضيح المعلومات وتوضيح الأخبار ونفي أي شائعات مغردة تطال من نادي الزمالك فبتأكيدنا بأقدم كل شكر المستشار مرتضى منصور على هذه اللمسة واللي كانت ميخلال حضرتك في قناة نادي الزمالك المرضى وده عادة المستشار مرتضى وده حقيقة الأمر ويعني لازم نكون صديقين وواضحين حتى في اختياره المستشار أحمد جلال إبراهيم وبقاءه في مكتبه وتعيينه مستشارا للشؤون القانونية والرياضية رئيس اللجنة القانونية والرياضية داخل نادي الزمالك قبل ما تجرى الانتخابات وده يعني كان شيء رائع جدا 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 ولفتة رائعة جدا جدا وحتى في الحضائف زي ما انت قلت يا سننتصر في الميدين في الصلاة في الثورة التسكيرية اعتقاد الشخصي ده حاجة مش جديدة على المستشار مرتضى مصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وحتى إسراره على إحياء الذكرى الأولى لرحيل المستشار الجليل المستشار جلال إبراهيم لكن نادي الزمالك بيمر بأزمة بقالها فترة وظروف صعبة جدا من كل الاتجاهات المادية وغير المادية هنتحدث عنها بيئة تفصيل هنروح لفاصل ونعود نتحدث في أمور نادي الزمالك نادينا الحبيب الملكي في أزمة بلا شك تعالوا نروح لفاصل ونرجع نبدأ حوارنا مع نجومنا الأربعة في زمالكاو رسالة توجيهها الممدوح عباس طبعا بعد الحجزة على الأرصدة والتعنط فيه الاستمرار في حجزة على الأرصدة مفرودي يقول للناس إزاي الموظفين ياخدوا مستحقاتهم منين الأمن فرق الألعاب الرياضية كلها فريق الكورة الحاجات دي كلها مهمة نادي الزمالك مش نادي صغيرة عشان الموضوع يتساب كده هو أمر قضاء أو كل حاجة ونحن نحترمه ونقدره بس مفروض يبقى فيه حل يعني على الأل المنشئات دي كلها هيتصرف عليها منين النادي هيتشتغل منين كسة فلوس ممضوحة بس مش عالف الموضوع أعتقد المصر الشر قتلوا بحسن يعني وبرضه ما فيش يتحرك من الدولة وأنا مش عالف ليه نادي الزمالك هو نادي الوحيد اللي في مصر يبقى حصل مع كده أولاً الغزمة دي على كل اللعب الرياضية في نادي الزمالك نادي الزمالك مؤسسة كبيرة من مؤسسات الدولة ما ينفعش أي فرض من يتحكم في مؤسسة كبيرة زي نادي الزمالك كده أولاً نادي الزمالك يعني الفترة الجادية بالوضع اللي هنشف فيه كده هنهار يعني عندنا لعابة اللي هتدعوزة مستحقات لعابة السلة قطاعات الكورة السباحة الناشئين كل ده محتاج فلوس المنشئات بتنادي الزمالك كلها محتاجة فلوس فالفترة الجاية دي لما الموضوع ما تتحلش فيها رب وقت فترة الجاية دي لهم راح تتقزم على نادي الزمالك فنتمنى انها تتحل فيها رب وقت ممضوحة بس اواجه رسالة يعني ديها حرام اولا العاملين بالنادي طبعا فيه 4000 موظف في النادي حرام انهم يعني كل شهر يعني المرتبات بتاعتهم دي اهم حاجة من النادي طبعا زائد ان النادي عظيم زي النادي الزمالك يعني ده دخل عنه نفسات كبيرة فلازم ان الحاجات دي طبعا بتأثر عليه وبتأثر على اللعبة وتأثر على المدير الفني بتاعنا وبتأثر على كل حاجة فهو طبعا في الاول في الاخر غيرة مش اكتر ايام ممضوحة بس احنا كان النادي ما كانش كده احنا دلوقتي حسنا ان النادي بقى يعني حاجة نفتخر بيها وبقى حاجة جميلة جدا وبقى هنا نتطمن على ولادنا نتطمن على على كل حاجة يعني بصراحة لا بقى نادي بقى يعني حاجة محترمة الواحد فعلا بيبقى مبسوط بيها فمفيش داعي اصلا لان يعني يبقى فيه مسلا حاجز على الارسدة او كده لان بصراحة مستشار بصراحة ايام بواجبه وزيادة يعني فعلا قلبه عن نادي انا عضوة في النادي من زمان من ايام ممضوحة عباس عمري ما كنت باجي النادي ولا عمري كنت بفكر اجيب لان حالة النادي كانت سيئة جدا ومتردية جدا ولا عمرنا فكرنا كنا بنودي ولدنا اكاديميات رياضية برا وما نفكرش نجيبهم هنا تمرين من التمارين اللي بتبقى موجودة في النادي لكن الحقيقة بعد المستشار مرتضم امسك النادي وعمل النقلة الكبيرة اوي اللي عملها في النادي ده خلاه فعلا حاجة محترمة وحاجة طليق باسم الزمالك انت لو زمالكاوي او مصري بجد ما تعملش كده في نادي بلدك ما تعملش كده في نادي كنت بتقول انك بتحبه في يوم من الايام اللي اسمعته من المستشار مرتضم هو اخد فلوسه قبل كده اصلا طب انت بتعمل كده ليه ومش ممكن يكون كل الملايين دي كلها كان مدين بيها النادي كل ما النادي استقر واترفع نبص تلاقي ناس تجرنا للليل يعني اعنا واخدين دوري وكاس وجميع البطولات والبص اللاسع عمالة تجر فينا الارض عازين ايه من النادي معرفش مع مدوع عباس والاشكال بتاعته وا احمد سليمان والناس دي كلها انا مش عارف عازين ايه من نادي الزمالك بالزبط انتو بتحبوا نادي الزمالك انت ما تحبوا نادي الزمالك ومتقفوا جنبه وبعدين انت مش معنى الاوئات دي مندوح انت بتحجز على اموال نادي الزمالك مش معنى الاوئات دي بالزادة ما انت قبل كده ايام اللجنة اللي كانت لجنة الفقر والهم اللي جات على النادي ما انت كنت سايب لا بتحجز على امواله ولا بتحجز على ده وكت بتجي النادي واتقف مع النادي وكابتل حسين لبيب وكابتل مش عارف مين وكت اخر حلاوه مش معنى النهار ده مع المستشار مرتضى منصور عشان الراجل ده انا مش عارف اعمل للناس دي ايه بصراحة يعني ده كان اول تقرير لزمالكاو النهاردة من داخل نادي الزمالك واستمرارا للحالة التي عيشها اعضاء نادي الزمالك من خوف من القادم زي ما قال المستشار المرتضى منصور في تقرير سابق ان القادم اسوأ والحجزة على اموال النادي من حوالي اكثر من شهرين شلل في معظم الانشطة الرياضية شفنا اخر حاجة طبعا مذكرة اللي عرضها المستشار المرتضى للعبي كرة اليد داخل نادي الزمالك قبلها هروب لنجمة من نجمة السلة المحترف ورغم ذلك مجلس الادارة بالقاست المستشار المرتضى منصور بيحاول وبيفضل اقصى ما في وسعه للتقدم خطوة للامام استاذ محمد واضح على يمكن اعضاء القلعة البيضاء الخوف الشديد والحزن الشديد من احوال الخارج اللي بتواجه مجلس ادارة نادي الزمالك الموضوع بقى مستفز جدا مستفز للأعضاء مستفز للجمهور مستفز للإعلام الزمالكاوي الحر القصة يا خالد ما بقتش فيها الغاز قلعة رياضية شامخة بتنهار كل يوم بيمر بيقربها من الضمار الشامل انت شفت لعيبة اليد عزمي في صحر وعودهم طايرة مشين في نفس الطريق قبلهم هروب لعب السلة قبلهم هروب لعب السلة ومدرب السلة والكصص اللي انت فاهمها طيب هل احنا بننتظر دايما ان الازمة تصل الى اخطر مراحلها وبعين اتدخل يعني هل ده بقت عادة وسمة في مصر طيب اذا كان بعض الاشخاص اللي عايزين الزمالكا نهار وهذه القلعة نهار موجودين وبيعملوا بكل جهد علشان مرتضى منصور بالذات يمشي من نادي او النادي ينهار ليه موجود مرتضى منصور يعني انطلاقها للزمالك موجود مرتضى منصور يعني اتنين دولة وكاس وداخل في التالت موجود مرتضى منصور يعني منشآت يعني فلوس يعني موارد فلازم الحرب بتبقى على مرتضى منصور من جميع الجهات وجميع السهام استيعز علي بقى ويحزنني العامل والموظف طبعا قبل اللاعب والمدرب يا خالد طبعا العامل والموظف اربع تلاف اسرة لما تكهرهم بهذا الشكل تلتة شهر يا خالد كل يوم يبقى عامل هم نهاية الشهر وبداية الشهر الجديد هيقول ايه لولاده ده فيه ناس بتدفع علاج بتدفع دروس خصوصية بتدفع اكل وشرب كل ده من تلت اربع تلات جنيه يا استاذ مامدوح يا مليار دير من تلت اربع تلاف جنيه عايشين ومش تقينهم واخبالك طيب الراجل صاحب البيت اللي هو قاعد في ازمة عشان تلت اربع تلاف جنيه طب الراجل الرئيسي النادي بقى اللي عايز تلتميت مليون مسلا ده يعمل ايه بقى ده يواجه الحاجات دي كلها ازاي انتوا عايزينه يموت يعني يعني انتوا المقصود ان الراجل ده يحصل له حاجة انا بقى بتكلم هنا كصديق له بقى خلصين سنة ايه المنتظر يعني ايه المنتظر تحربوه ليه فيه ايه وبعد نادي الزمالك زنبه ايه يا خالد في ده كله يعني نادي الزمالك هذه القلعة زنبها ايه انا بقى ناشد بقى السيد الرئيس يا خالد في حاجات في مصر اه اه ماينفعش فيها بقى لرئيس الجمهورية لازم يتدخل يعني ليه بقى رئيس الجمهورية بتاع الغلابة يعني الراجل المصري الغالبان البسيط بيحب السيسي دي السيسي ده فاكر لما قالك انا دخلت في 30 يونيو عشان بقى حنو على هذا الشعب هذا الرجل بهذا الحنان ده ما تلات اربع تلاف اسرة مهددة فاكلي عيشة بسبب حجز ممدوح عباس لا يا سيد الرئيس انت ابو الغلابة وانت بقى نصير البسطاء يعني زي ما كانش فيه حد حاسس بيهم واخبالك يبقى بنلجأ وبنستغيس وبنستجير وبنستغيس بالسيد الرئيس عبدالتا حسيسي لاني ده الراجل ابو الغلابة في مصر فارجو ان الازمة بقى يعني هو الرئيس مش يخش حل يعرف ايه التفاصيل وانه عارفين طبعا وقته ومشاغل الجسام طبعا ولكن بس يأمر بتشكيل لجنة تشوف الحقيقة فين يعني الكلام اللي تقال في الاعلام وفي قناة الزمالك ايه حقيقته الكلام ده تهريج يحكم مرتضى منصور صح مرتضى منصور على حق الطرف التاني يحكم صح بس هذه اللجنة تبقى دي مهمتها مش مطلوب اكتر من كده كلام حرك مزبوط سيد زهاب انا مش عارف التقرير التاني سيد زهاب برضو حابب اسمع تعقيم حضرتك على اعضاء الجماعية العمومية داخل نادي زمالك ونبرة الحزن السائدة يعني تشعر ان هناك نبرة حزن شديد جدا 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 داخل نادي زمالك طبعا يعني انت الناس حسب نديها الناس حسب يعني عايز اقولك على حاجة يعني الناس على قد ما هي زعلانة على تأخر واتبها وعلى قد ما هي عاتلة هم يعني اعباء الحياة لكن الناس زعلانة على قلعة رياضية اسمها نادي زمالك كانت لغاية من شهر فات كانت مفيش حد قادر يوقف قدامها مفيش اي حد قادر يوقف قدامها في كل البطولات يعني فأنت فكرة ان انت النهاردة عايز ترقع نادي زمالك عايز الفكرة هي المقصود مش حاضر مرتضى منصور هو المقصود تاريخ مرتضى منصور عايز توقف تاريخ مرتضى منصور عند الحد ده عشان لما تيجي المقارنة المقارنة لو استمر مستشار مرتضى منصور بنفس الاداء بتاعه المقارنة هتبقى ظلمة لكل حد قاعد على كرسي نادي زمالك من المشتائين اللي هم موجودين حاليا سواء ممدوح حباس او حسين لبيب او من على شاكلتهم الناس دي احنا شفناها ما عملتش اي يعني ما اضفتش اي اضافة لنادي زمالك بالعكس الناس دي خدت من نادي زمالك ما دتلوش الناس دي خدت الوجهة الاجتماعية عملت شغلها وعملت حياتها الخاصة بناء على البوزيشن ان كانوا موجودين في نادي زمالك لكن تعال اشوف الناس دي عملت ايه في نادي زمالك سفر سفر في كل حاجة مفيش حد فيهم قعد في نادي زمالك اشتغل يوم اي حد دخل فيهم نادي زمالك هو تفكيره ازاي يتلمع وازاي يبقى موجود في على صفحات الجرائد وازاي يبقى موجود في شاشات التلفزيون والازاعة لكن عمل ايه لنادي زمالك وجمهور نادي زمالك لما يجي واحد يتقلو يعني واحد كل ما تيجي سرته يعني المفروض هو ياخد العشرية بتاعته واستخبى بيها ما يستدعيش عند الناس الزكريات المؤلمة بتاعته النهاردة هو بيتكلم يقولك طلع بيان بيقولك انا حاجز على فرع واحد من بنك مصر اول حاجة يعني في القانون ما فيش حاجة اسمها حاجز على فرع واحد لما بترفع قضية بترفع دعوة حاجز ما بترفعش على فرع واحد ما بتنقيش فرع ما فيش حاجة اسمها كده انت بترفع على البنوك كلها اللي انت عارف ان النادي لي حساب وحتى لو انت اختصت بنك مصر learnt انت عارف ان النادي زمالك ليه فلوس في بنك مصر ما ينفعش انت تروح تقول ايه انا عرفع القضية على بنك عدلي لا حساب بالنادي في البنك انت ما بتنقيش فانت طلع عشان عارف ان الناس معظمها او سوادي الشعب معظمها ما بيبقاش عارف او ما بيبقاش ملم بنقاحة قانونيين فانت طلع تدحك عن الناس طلع تطلع بيان انت قلت ابنت نهاردة انت شفت نادي الزمالك في التوقيت دوت انت معركتك مع رئيس نادي الزمالك دلوقتي انت اخد معركة شخصية هي معركة الوجود بالنسبة له هي معركة الوجود هي النهاردة الراجل ده لو ماشي بنفس المعدل ده احنا لما نيجي نخاطب بعد كده ننزل الانتخابات بعد كده نقول ايه نقول للناس ايه نقول لهم ماشي الراجل دوت اللي هو عمل 20-30-40-50-60 بطولة في السنة في كل الالعاب وهاتوا واحد او واحد بيرشح واحد او بيقيد واحد انه هو ما خدش يعني ده ما كسبش الاهلي مش ما خدش بطولة ده في تاريخه ما كسبش الاهلي ده العقدة اللي اتعاملت لنادي الزمالك عقدة المباريات اللي اتعاملت لنادي الزمالك في المباريات الاهلي اتعاملت في عهد ممضوع حباس النهاردة لما تيجي تتكلم تقول النهاردة انا بيعمل ليه كده هو بيعمل كده عشان يعطل تاريخ مرتضى منصور في نات الزمالك ومش بيعمل كده عشان هو عايز فلوس ولا بيدار على فلوس ولا بيفكر في فلوس لا هو شايف قطر ماشي بيحاول يحط يعني الحديد في القبان يعطله يوقف القطر دوت مش مهم بقى جمهور الزمالك يزعل ينم تنكد ينم زعلان سلة ماشي طيرة ماشي يد ماشي المهم عنده ان النجاح ده يوقف لحد كده كفاية كده نجاح ماينفعش الزمالك يمشي لقدام ناس كتير جدا 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 بتيجي يعني بيبقى فيه سباق في الانتخابات نفيش حد بيبقى في انتخابات او داخل قدام حد في انتخابات إلا ما بيبقى فيه صراعات قام لانتخابات بس بتلاقي الناس يقولك ايه احنا بندعم اللي نجح وإحنا بنقوله الف مبروك احنا وراك وورا ندينة وورا 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 النهار ده انت بتشوف في الزمالك لا طب تعالي اقولي هو ليه مدوح عباس افتكر انه هو لازم يعطل الزمالك دلوقتي ليه ما افتكرش السنة اللي فاتت انه هو انه هو ليه فلوس ليه الفلوس ما اكتشفهاش اللي دلوقتي اكيد فيه اسئلة كتير واكيد هنعرف برضو من المستشار المرتضى ويعني ان شاء الله بعد شوية هيكون مشارفنا واننورنا كعاداته لأيمن كل يوم خميس لكن فيه تأريك كمان يعني هكمل معك يا سيد ذهاب عن الجمالة العمامية الغير عادية الدعا اليها مجلس ادارة نادي الزمالك تعالوا نروح نشوف اعضاء الجمعية العمومية واعضاء نادي الزمالك قالوا ايه عنها ونرجع تاني نكمل حوارنا عبال ما يشرفنا المستشار مرتضى منصور قول لي رأيك ايه في الجمعية العمومية الغير عادية لستقام في ديسمبر وهتحضروا ولا لا وطلباتكم ايه؟ لا ان شاء الله هنحضرها طبعا علشان من الطلبات اللي بعملها المستشار في صالح الجمعية العمومية وفي صالح نادي الزمالك مستشار مرتضى منصور يعتبر هو السيف او الدرع بتاع الزمالك فيعني انا بقول من الاخر يعني الزمالك هو مستشار مرتضى منصور او مستشار مرتضى هو الزمالك دي حاجة الحاجة التانية ان طبعا لازم من حضور كل اعضاء الجمعية العمومية ده وقت دلوقتي ان احنا كلنا نلتف حوالينا نادي ونقف في ظهر النادي ونصد اي مشكلة بحيث ان احنا كلنا نتكاتف ان احنا نقدر نحل مشاكل النادي في الاول والاخر ده نادينا وده بيتنا اللي لازم نقف جنبه وبطبيعة الحال ان شاء الله الامور هتتحل الفترة اللي جاية وان شاء الله خلينا نتفائل كده الفترة اللي جاية لأمور تكون احسن واتمنى التوفيق للنادي ان شاء الله الفترة اللي جاية كلها اكيد طبعا هنحضر الجمعية العمومية ومقترحات كلها في صالح الاعضاء وان شاء الله يعني يتم الموافقة على الجمعية العمومية ان شاء الله إذا كلمنا عن الأوضاع في النادي فطبعا هي الأوضاع تحسني جدا جدا بعد ما مسك سنة المستشار لأن احنا عصرنا كذا رئيس نادي وكذا إدارة ما فعلا ما كانش فيه حاجة تتعمل زي الحاجة اللي احنا فيها كده الحاجة التانية أن فعلا أي طلبات احنا بنطلبها من المستشار المرتضى بيعملها طبعا احنا نحضر الجمعية العمومية إن شاء الله والسيادة المستشار ده راجل عظيم يعني أنه هو يعني بيقوم بمجهود فوق طاقته فعلا يعني وكمان يعني الأزمة اللي هو فيها دي ربنا إن شاء الله يحلها أول حاجة لازم نشارك ولازم إن احنا كلنا اللي بقى في ظهر المستشار مرتضى منصور لأن المستشار مفيش رئيس نادي في مصر بيعمل المستشار مرتضى منصور بيعمله وإحنا في ظهره وبنسنده وإحنا بنحبه جدا والله 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 العظيم بنحبه جدا 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 لأن الراجل ده قبل ما يبقى رئيس نادي الراجل ده إنسان إن شاء الله هنحضر جمعين أموية وإحنا أصلا منتظرينها عشان نحضر فيها إن شاء الله أنا بصراحة أوجه له شكري جدا على النادي وعلى نفط النادي وعلى النادي النهري بصراحة حاجة فوق الرائعة بصراحة ما كناش متوقعين إن هو بالنادي بقى بالنظافة دي بصراحة إحنا شوفنا ساعة ما كان المستشار مش موجود يعني كان وضع النادي كان بقائي وطبعاً الوضع الحمد لله ضغير كتير بعد ما بقى متواجد يعني ورجع بالنسبة للأزمة اللي موجودة دلوقات طبعاً يعني هو في موقف لا يحسد عليه الأرصيدة متجمدة وأيان كانت هي عدية بس يعني كفاءة المجهود اللي بتعمل عشان الموظفين والعمال والناس دول يفضلوا ياخدوا مرتباتهم والحياة تفضل مشغالة في النادي فده طبعاً لوحده يعني شوك يعني جهد مشكور موضوع الجماعية العمومية طبعاً أعتقد هي بقى يوم 23-12 إن شاء الله طبعاً كلنا معايا يعني إن شاء الله نبقى موجودين وندعم القرارات الجماعية ويعني أهم حاجة نبقى موجودين عشان التواجد هو اللي هينجح الجماعية دي يعني أحلام وطموحات وفي نفس الوقت يعني زي مع أحد الأعضاء لك لازم نكون متفقلين ولازم نتفقل في المرحلة الجاية وإن شاء الله الأمور تتحل إن شاء الله والكل عنده 50% حزن على الحجز على الأرصدة والظروف الصعبة يعني زي ما أحد الأعضاء قالك المستشار مرتضى في موقف لا يحسد عليه هو ومجلس الإدارة لكن بيقاتل مستشار مرتضى كابتن جمال تعقيبك إيه على التقريرين؟ طبعاً كلهم بتكلموا كلام منصب كله في الإنشاءات والحاجات اللي عملها المستشار مرتضى منصورج هو النادي وبرى النادي في البطولات برضو إما ميشي النادي كلهم بيجتمعوا إن هما بيقولوا النادي وقع النادي كان فيه حالة من الرقود بعد ما هو قعد السنة في البيت وكله بيشيد بالإنجازات اللي هو بيعملها فدي طبعاً مهمة جداً زاد إن كله مركز على حتة العمال والموظفين برضو والفلوس وكده عايز أتكلم في كم نقطة بسرعة كده خالد بعد إذنك لإن الموضوع مش سهل طبعاً هو إحنا مشكلتنا الأساسية لكل جمهور بقى نادي الزمالك والعضاء وحضراتكم إن إنت خد الدوري وكاس دي مشكلتك لإن إما إما جينا أنا هكلم بكل صراحة بعد إذنكم يعني إما جينا السنة اللي فاتت اجتمع بالمجلس اللي باللجنة وجاب اللي عيبة عنده مش عاربها أخده في فيلا ولا في المستشفى ولا فين وقدام مكافآت إما جيه المستشار مرطان المنصور حجز على النادي يعني إنت هنا بتدي مكافآت وهنا إما جيه الرجل اللي خدم النادي حجزت على النادي طب ما حجزتش لقى اللجنة موجودة وعايز فلوسك دي حاج اللي بقى أنا كنت أخدت دوري وكاس طب خلاص هنخش الانتخابات وندعم ونعمل دعاية جامدة جدا جدا بملايين عشان اللجنة الناس بتوعي هما اللي ينجحوا ومشي النادي زي ما أنا عايز فالناس بتوعيه لم يوفقوا نجح مين مستشار مرطان المنصور ومجموعته أنا بتكلم كده كعيده مجلس دارة بجمال عبد حميد آه ماشي طب نسيبه شوية كده لأنه ما عندوش أصلا الإمكانيات اللي ياخد بها البطولات فما يقع نخش إحنا يتشال يقع نخش إحنا تاني ما عندوش أي إمكانيات قيد واقف اللجنة طبعا القيد واقف ما عندوش لعيبة الصلاة متبهدلة لكرة الصلاة والحاجات دي كلها متبهدلة هم تسع بطولات أو تمن بطولات ودوري وكاس وبكسب الأهلي لا 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 ده هينجح طب بتدولوا بقى عضايا كل يوم في المحكمة كل يوم وحجز ليه ما خدنا الكاس من النادي الأهلي انت بتلعب بطولة خاصة الأهلي وزملك في الدوري مرتين دي بطولة خاصة ما نجعب النقاط كسبت مصر كلها بتنزل جمهور الزمال الكله بينزل الأهلي كسب جمهور الأهلي كله بينزل صح فانت بتكسب البطولة الخاصة والبطولة العامة ليه الكاس ويطلع كل السوشيال ميديا اللي هي الزملكين ما تفرحوش عندنا دوري لا نفرح نفرح ناخد احنا خدنا كسبنا الأهلي وكمان خدنا الكاس لازم نفرح على أهلي الليلة لا ده لسه عندنا دوري عندنا سبع ماتشات لسه انتوا عايزين تفرحوا ليه لا ما تفرحش تاخد دوري لا لا ما تفرحش نحجز على النادي نفلوس النادي ونبهد للنادي ونضيع النادي وده اللعبة الباسكت بتقع واللعبة بتقع الهندبول أجمد لعبة في أفريقيا وفي الوطن العربي كله ومشرفين في كوس العالم كلها قدموا شكوى لندي حقوقهم علشان عارفين اللي جاي اسود للمجموعة دي خلت النادي خلت الناس اللي بتحب النادي على قل تقول أنا بصرف على أولادي أنا عندي مصاريف النادي مش يجيب لي حاجة فما ضمن حقه وامشي واخد فلوس من حتة تانية على قل الحياة تمشي فعرفوا عرفوا يوقفوا النادي الاقوى بقى الاقوى حاجة كل 90% من البطولات السلط خدناها مع الدوري والكاس ماشي راح هو طالع بكل تواضع مستشار 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 ليه بمدي ايدي لكل الناس اهلا وسهلا بيكن صالح كل الناس اعمل كده لو ما عملش وما عملش كده هو مواطي راسه ومخسران بطولات يا جماعة عوفوا جنبي انا بقع ده انا فوق القمة بقول لكم بمدي يدي ايه ده ده بيمدي يده اذا ممكن يستقطب نصنا او 3 اربعنا لا 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 فوق لازم نحجز ولازم نضيع ولازم نوديه بداهية ولازم نباعد النادي الزمالك ولازم ولازم انت زمالكاو ازاي ده انت ما كنا بنجيب جول زمان كنت في المدارجات درجة الثالثة بتقول انا كنت بكسر الدنيا من الفرح ودولات زمالك وقول لي فرحان ما بقيتش زمالك بقى بقت حاجة شخصية ما بقيتش زمالك فالموضوع كبير يا خالق طبع طبع وانا زي المؤسسة اعمد تدخل الدولة علشان المؤسسة الكبيرة دي بتوقع واحدة 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 ومن غير زمالك واهلي في الوطن العربي كله ما فيش كرة اكيد اكيد ما فيش رياضة اه يعني الساعة واحدة لا لا خلص يعني تعملونا المستشار وصل ولا لسه يا جماعة يعني الاساس بشير كده يشوف لنا المستشار طيب نروح لفاصل ونرجع لحضراتكو مرة تانية جانا حضراتكو مرة تانية واستاذ منتصر حابب اروح لك طبعا تعقب على ده يعني الاستاذ بشير المفروض نشوف المستشار على وصول يعني ساعة واحدة ونص وخمسة السلام الاساس بشير طيب نعرف نشوف الفيديو اللي معانا ونرجع تاني لحضراتكو لا توجد معركة بلا او حل كلمة كبيرة جدا ومعركة العدل والحق دي برضو من الكلمات المؤثرة جدا 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 كنا منتظرين هو يكون معانا لكن واضح ان يعني في حاجة يعني مع الاستاذ بشير والاستاذ بشير ما أعلناش لان يمكن الفيديو ده تصور اعتقد ولسه نادي زهانك مفتوح دلوقت ساعة اثنين العشرة اكيد نادي زهانك اغلق لكن واضح ان المستشار مرتضى ان حالته المزاجية زي ما هو قال او حالته النفسية مش مزبوطة وبيفكر اكيد الراجل يعني ضغوط من كل الاتجاهات بيفكر يعمل ايه داخلين العرضة اليوم الجديد اللي طالع علينا 25 نوفمبر او اللي ابتدى 25 نوفمبر داخل على نهاية شهر ربانا سفينا زي ما هو بيقول عندك مرتبات عمال عندك مرتبات موظفين مرتبات مدربين لعبين محترفين اجهزة فنية مصرفات نشاط رياضي شبه يومي اربع خمس لعبات على الاقل مصاريف يومية للاشتراك في البطولات والاتباسات والانتقالات والمبيت ارقام يعني مؤسسة رياضية كبيرة بحجم نادي الزمالك ضغوط يعني تفوق الخيال يعني ارقام اخلي بالك وحضراتك وانا رغم كنت لسه اقول لحالك مهما الواحد كان متخيل وهو برا غير لما دخل وحط ايديه في الموضوع وشاف الارقام ايه في كل لعبة ايه والمتطلبات ايه قبل بداية كل شهر نهيك عن كرة القدم نتمنى يا رب اللي فريقنا ان شاء الله ان شاء الله كل توفيق في اللقاء القادم الهام جدا 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 مع النادي المصري وسط كل ده زي ما هو يعني جاب المستشار داخل نادي الزمالك الحياة عندك الافات الاف العضاء داخل النادي الزمالك بتحافظ على مستوى الخدمة بتحافظ على مستوى النادي بتحافظ على منشآتك بتحافظ على صلاتك بتحافظ على خدماتك يعني اهم بلا شك وضغط واضح حتى على ملامح وجه المستشار المرتضى حابة باسمع تعقيب بالأستاذ منتصر وحابة باسمع تعقيب حركة اسم محمد قبل ما روح للأستاذ يهاب والكابتن جمال أستاذ منتصر انت اكلمتش بص واضح جدا على المستشار المرتضى منصور انه هو يعني مهموم جدا ومشغول ازاي يوفر رواتب الأمال والموظفين في نادي الزمالك قبل الفرق الرياضية وواضح جدا نفس الاحساس اللي بينتبني وبينتب كل زمالكا وكل واحد حضر الجلسات هنا مع المستشار المرتضى منصور هو بيفند يعني الأزمة اللي مصدرها منضوع حباس لنادي الزمالك الحجز على عرصيدة النادي في البنوك وبيقدم الدلائل والأسانيد صوته صورة وشكاته وأرقام وسلسلة وكل حاجة قالت فنفس الكلام كابتن خالد الواحد حاسس ان احنا في معركة حق احيانا بينتبني احساس هو احنا على حق ولا على باطل طب كل الكلام وكل الدلال وكل الزمالة هنا عارفين ان احنا على حق وان احنا مع نادي الزمالك ومع رمز نادي الزمالك المشار مرتضى منصور اشعر ان هناك محاولة لقتل مرتضى منصور معنويا محاولة لهدم استقرار نادي الزمالك الإداري والفني حاسس انه في ناس موجوعة ان النادي الزمالك بينطفد وبترجع له لهيبة ناس متضايقة جدا من نجاح المشار مرتضى منصور عندي تساؤل رهيب جدا هو ليه النادي الاهلي لما بيقول اي كله بيجري ويطبطب عليه ونادي الزمالك لا يقل عن نادي الاهلي في اي شيء نادي الزمالك مؤسسة وطنية مؤسسة رياضية كبيرة بتفرز لعبين للمنتخبات الوطنية المشار مرتضى منصور عامل ثورة انشائية صلاة على اعلى مستوى وملاعبة على مستوى بتخدم المنتخبات الوطنية في يناير قريبا في يناير 2014 لما الوزير طاهرة وزيده هو وزير دولة ورجو الاهلاق ونجم كبير لما اصدر قرار يعني بحل مجلس ادارة النادي الاهلي او انهاء مدة مجلس ادارة النادي الاهلي وحالته للنيابة برئاسة الكابتن حسن الحمدي وكان الكابتن الخطيب نائب رئيس النادي الاهلي بعد خمس ساعات رئيس الحكومة دكتور حزم الببلاوي ارجع القرار وتدخل بسرعة قالك يعني اللي حفاظه على السكر النادي الاهلي اقول انه الظروف في الفيه البلد دلوقتي ما تسمحش بالكلام ده طب ماشي شيء كويس انه انك النادي الاهلي نادي كبير جدا رغم انه الوزير طهر وزيد قال انه فيها يعني مستندات وطرقة انه فيها ما يشبه يعني مخالفات جنائية ارتكبت من ضمنها حاجات كتيرة جدا تقريبا 16 مخالفة طيب النهاردة جي الوزير اللي بعد منه المهندس خالد عبد العزيز لما صدر حكم بحل مجلس ادارة النادي الاهلي لوجود مخالفة في الانتخابات تحرك بسرعة وفي خمسة وستاذ ايهاب انت بكن عايش الملف ده تقدموا باستقالتهم منهم النائب احمد سعيد نائب رئيس مجلس المهندس محمود طاير واعتقد ابراهيم الكفراوي وهشام العمري ومحمد جمال هليل كانوا خمسة قال زايد النادي الاهلي واقنع احد المستقلين انه يرجع يكمل قوام المجلس قال المنزل محمود طاير عشان يكمل مهمته حفاظها على استقرار نادي الاهلي الوزير الحالي المحترم الدكتور اشرف صبحي عندما تحرك الى منزل الكابت المحمود الخطيب لمجرد انه تأمص انه ظنن انه نادي الزمالك السبب في عدم لعب مباراة القمة وكانت حطله في الجدول الجونة وقال انا مش لعب فراح له البيت يقنع انه ده مش قرار نادي الزمالك وانه الظروف كده وحاول تلعب طب النهاردة كل هذه الازمات وكل هذه الكوارث اللي فيها نادي الزمالك محدش شايفها كل الناس عاملة ودن منطين ودن منعجين المشاب الرطادة منصور زي ما قال الكابتن جمال وسيابوس ومحمد رجل قدم مستندات وقال تعالوا حزبوني لو المستندات ده غلط محدش النهاردة بيتحرك ليه نادي الزمالك ليه الناس مش مقدرة يعني قيمة وعظمة جمهور نادي الزمالك وشعبية نادي الزمالك وجمعياته الأمومية وأجهزته الفنية وفرو لمصلحة مين النهاردة كابتن خالد لما تشوف المنتخب السعودي الشقيق بيفوز على الأرجنتين وما بقى يعني وحدس ولا حرج على المنتخب الأرجنتين وكلنا كعرف فخرين بالنتائج اللي بيقدمها يعني أشقارنا العرب سواء المغرب تونسي ومنتخب المغربي إن شاء الله في مباراته التانية إنما النهاردة السعودية اشتغلت إزاي من 2019 وقفلت على نفسها إزاي والنهاردة كل الأنديب بتعامل سواسية النهاردة أهلي جد أهلي السعودي بعرقته لما هبط هبط النهاردة اللي بتلاقي إعلامي بيحامل لنادي معين في السعودية ولا مسؤول بيدور على مصلحة نادي واحد فقط وترك الرافض الآخر اللي هو نادي الزمالك النهاردة الإحساس الصعب جدا على كل مشجع زمالكاوي إنه يحس إنه مقهور إنه يحس إنه النهاردة طب فيه إيه نادي ليبي تعمل فيه كده كارسة ما بعدها كارسة إنه الفرق اللي جماحها المشهر مرتضى منصور اللي منضوع حباس في العشرية السوداء يعني هجر كل نجومها وكان واخد قرار إن يلغي هذه اللعبات الجماعية الكبيرة جدا اللي هي بتحمي شباب بلدنا من الانسياق وراء دعوات إرهابية أو دعوات تخريبية إنه نهاردة بيقوم من نهاردة لعبة اليد ولعبة السلة ولعبة الطائرة كل هذه الألعاب اللي فقق آلاف من اللاعبين بتلعبها في قطاعات النشيين المختلفة سيبك من الفرق الفريق الأول بس اللي بيصعد الجماعيين بحق بطولات لما نهاردة يجي فريق كامل متوج ب13-14 بطولة في عهد من 2014 لحد هذه اللحظة منها بطولات قريبة مثل القوام الأساسيسة المنتخب مصر ثم اللاعبين من نجوم نادي الزمالك لليد هم قوام منتخب مصر اللي بياخد رابع أولمبياد واللي بياخد تا من عالم هنا في مصر وبشرف كل مصر النهاردة مقدمين بشكوى آآ بفاسح عادو دي كارسة ما بعدها كارسة مين مسؤول النهاردة على نهيار نادي الزمالك مين مسؤول إنه يصدر للمستشار مرتضى منصور إنه نهاردة نجاحك تعبنا نجاحك مقلقنا عهدنا بالمستشار مرتضى منصور إنه هو مقاتل آآ يعني أنا بشكوره جدا على وقفته دي وعلى الحرب اللي بياخدها رغم كل السكاكين اللي بتنهش في جسد نادي الزمالك آآ برغم كل المحاولات الرخيصة يعني إنهم يزهقوا وإن يصيب نادي الزمالك إنما أنا قلت هنا في قناة نادي الزمالك إنه مرتضى منصور لن يركع وبإذن الله تعالى نادي الزمالك لن ينكسر مرة أخرى أنا غيران من النادي الأهلي في حاجة النهاردة النادي الأهلي هاب لما كان الكابتن شوبير لمجرد أنه ساعتها الوزير طاهر أبو زيد عين مجلس من أبناء النادي الأهلي بيترقصوا الراحل الأسطورة الكابتن عادل هيكله طاهر الشيخ اتهموا بينهم شازين إزاي تقبلوا بالتعين نفس الكلام العمله أحمد سعيد لما استقال قالك إزاي إحنا نقبل النادي الأهلي اللي غير معتاد حتى لو القرار سعيد إنك تعين مجلس وإحنا بنشوف نادي الزمالك الناس بتهرول النتيجي مكان المنتخب وعايزة تتعين أهم حاجة تقعد على الكرسي حتى لو هم يعني فشلين مش عادرين يقدموا حاجة للنادي النهاردة الناس بتلوم على المسشار مقتضى ومنصور إنه هو بيجي بحب الجامعة العمومية بأجلبية صحقة من الجامعة العمومية تصدير إنك أنت النهاردة مجلس منتخب قال ممكن يمشي وتيجي ناس معينة دعيب في حق نادي الزمالك وإيه في كل واحد بينتسب لنادي الزمالك إنه يقبل إنه عين اللي إنت بتغير من نادي الأهلي إنه النهاردة أبنائه وكل اللي بيلعب له النهاردة لما بتيجي حاجة جنب بصيرة نادي الأهلي بيقول لك لا إحنا بنلتف وراء الكيان حتى لو الحاجة دي صح لدرجة إنهم بيعتبروا اللي يقول كلمة حق إنه شاز ويجب بتره من المنظومة الرياضية عندنا في نادي الزمالك الناس قاعدة بتتفرج ما حدش بيمد إيده للمجلس المنتخم الناس بيتيجي عايزة تاخد تاخد خير المستشار المرتضى منصور وقت الأزمات كله يختفي تحت الكراسي واللي بيمسك العصاية من النص واللي بينط من المركب واللي مستني شوف الموجة راحة فين وأول ما يعني يبقى فيه استقرار كله بيهارو اللي ياخد مكاسب نادي الزمالك ده الشيء المحزن في هذا المشهد يا ريت نتعلم من المنافس حتى في الحاجات اللي هي الناس بتحتبرها خطأ بنما الالتفاف حول الكيان ده بشوفه مسؤولية كبيرة جدا من كل اللي ينتسبه لنادي الزمالك سواء لعبين أو الجيزة فنية أو ناس بتشتغل داخل نادي الزمالك وبتاخد مرتباتها الشهرية من نادي الزمالك استكمالا الالتفاف اللي انت بتقول عليه عزوز منتصر واستكمالا اللي قاله الكابتن جمال أن المستشار مرتضى وهو كذبان البطولات والكروس والإنجازات وبعد كل ده أمد إيده للكل وفتح صفحة جديدة واضح أن النهاردة بيؤكد عليها في فيديو أنتابعوا مع حضراتكم ونرجع ناخد تعليق الأستاذ محمد ثم الأستاذ إهاب الفولي والكابتن جمال عبد الحميد لكننا حابب أشوف ماذا قال المستشار مرتضى النهاردة تاني وأكد عليه إحنا عايزين نبدأ صفحة جديدة مع كل الناس أنت النهاردة مرتضى منصور اللي خلتها تربعة شهر ما ديده لكل الناس فأخدت قرار النهاردة بإلغاء جميع قرارات شد بالعضويات وإقافها لكل الأعضاء اللي عاملين في الناس حلو جدا يعني أي حد مشتوب عضويته أي حد مشتوب عضويته أي بكرة وحضرت ترجع له العضويت يقدم طلب في ثانية إحنا مجلس الإدارة مستمر بقراري كل الأعضاء المشتوبين أيا كان السبب أو موقفين أيا كان السبب لنديهم يتفضلوا في أي وقت بس لقى طلب واحد انتقد مرتضى منصور كما تشاهد ما لكش دعوة بالكيان ما لكش دعوة بالنادي مرتضى منصور جاب لعب أي كلام قول ما عنديش مشكلة مرتضى منصور عنده مبنى مثلا أن المفروض يعمل ما عملهوش تعالى قول اتأخر في الاستاد وستك قول لحقك إنما ما لكش دعوة بالكيان وما لكش دعوة بضرب الإشعاعات الكاذبة اللي بتهد الكيان أنا من بكرة عندنا بكرة خميس والجمعة والسبت أنا هنسافر يوم إن شاء الله يبحث نهاية يوم الحد بأمر الله أنا مش همشة لمد العيبة ومكسأتهم واصلت في المكافأة بتاع كل العملين اللي قررتها مبارح إن شاء الله تمام أي حد أي كان اسمه ليه قرار شد وكلها قررت على فكرة حقيقية وترفع بيه عضايا وترفض تمام مبدأ صفحة جديدة عشان خاطب نادي الزمالي اتفضل حتى تقدم لنا طلب فورا هنوافق اتفضل خش النادي انت هو السلطة ده كان تأكيد تاني المستشار حاب بيأكد عليه اللي قاله قبل كده واللي قاله الكابتن جمال على لسان المستشار واللي حاب بيأكد عليه إن هو قاله وقت ما كان الفريق كسبان واخد بطولات ومع زماننا العزيز كابتن خالد الغندور وبيأكد عليه تاني النهاردة استاذ محمد يعني تقرير المفاجأة اللي كان بنسباننا إن واضح إن استاذ بشير فقط اللي كان يعرفه إن المستشار مش جاي واضح إن الضغوط زادت لكن معرفتي بشخصيته المقاتلة بشخصيته إن هو يعني إن شاء الله إن شاء الله بنسبة زي ما هو قال 70-80% هيطلع بكرة وهيحل مشاكل الموظفين والعملين بالنادي والمدربين وهو زي ما هو قال ما بقاله يومين ما بينامش لكن دي عادته إن هو بيجيد التصرف وسط الضغوط بيجود التفكير وسط الضغوط أو على الأصح هو متعود على الضغوط دي ويا ما خد معارك كتيرة سبقى قبل كده وسط كم من الضغوط كبيرة جدا ممكن حد غيره أنا أنا بقول أنا على نفس عشان ما أقولش حد تاني ما تحملهاش بس هو بيعرف يستطيع تحملها والله يا أستاذ خالد أنا عيشت مع المستشار أزمات خلي بالك دي مش الأصعب ولا الأزمة القاضية يعني مرتضى منصول ما عندوش الكلام ده مرتضى منصول متعود ينتصر في كل معارك وبعدين هو ما بينامش هو ما مواطر هو ما بينامش واخد بالك بس هي المشكلة هل هو مزاجه راي ولا ولا الضغوطات شديدة طبعا فهو طبعا المسؤوليات اللي عليه مسؤوليات كبيرة جدا يا خالد وجسيمة جدا ولكن أنا عارف إن مفتاح شخصية مرتضى منصور الذي لا يعلمه أحد بيكمن في حكتين رضى الوالدين ودي بقى يعني أنا عشتها معها على مدار خمسين سنة رضى الوالدين وقربه من ربنا سبحانه وتعالى وإحساسه بإن ربنا دايما هينصره ربنا سبحانه وتعالى ما بيخزرش أي إنسان بيتعشم في الله سبحانه وتعالى أنت يا أخي لو تعشمت في بني آدم بني آدم ده مش يخزلك فما بالك متعشم في ربنا في الأقوى سبحانه وتعالى فمرتضى متعشم في ربنا دايما وبعدين قبل بقى ده كله رضى الوالدين إن ربنا أمر بتاعتهم في الدنيا لازم يعود لك في كل معركك يا خالي فأنا أعتقد بستشارة إن شاء الله هيعدل أزمة بإذن الله بس هو الواحد إيه إحما بشر لحمه ودم وأعصاب فالضغوطات بتشكل لود ضغط كبير على على صحيته وخاصة بقى نساء بمكتبه وولاده وأحساده وأنا عارف إن المستشار مرتضى منصور بيتوتي أو يعني خلي بالك يعني يحب بيته ولاده وأحساده فكل ده بيدفع تمنه المستشار المرتضى منصور عشان خاطر عيون جماهير وأعضاء نادي الزمالك فأنا بطم من جمهور الزمالك إن شاء الله بإذن الله إحنا ما بنعرفش مع المستشار المتطوع منصور غير النصر وإذا كنا دفعنا تمن اتنين دوري وكاس إن شاء الله بإذن الله مش حن يعني مش حنقف في مكاننا ونقول ضربونا على وشينا تاني وندرلهم خدنا الأيصر لا إحنا مكملين وحننتصر إن شاء الله زي ما قال كابتن جمال عبد الحميد إحنا بندفع تمن اتنين دوري وكاس مش متعودين في مصر على إن نادي تاني ياخدهم غير نادي واحد فبإذن الله إن شاء الله عندنا دوري وكاس وأفريكا السنادي بإذن الله هيكونوا من نصيب نادي الزمالك وإن شاء الله مرتضى هتطلع المناصات التطويق وحتشتلم الكؤوس بإذن الله واضح أن يعني ناس كتير بعتالي شافوا جزء من الفيديو أو يعني ما شافوهوش من الأول فيعني بعد إذن الله يا جماعة ممكن نشوف التقرير مرة تانية قبل ما أروح للأستاذ جاب الفولي والكابتن جامعة الحميد لأن يعني الناس عايزة تشوف تقرير المستشار من الأول من البداية عشان يعني فاتهم أجزاء فنشوفه تاني مرة تانية كان مفروض النهاردة المستشار مرتضى منصور يكون ديف حلقتنا النهاردة بزم الكاوي لكن لأسبابها تعرفوها من البداية تعالوا نشوف التقرير ونرجع تاني مع الأستاذ جاب الفولي والكابتن جامعة عبد الحميد ده يعني الفيديو اللي المستشار عمله النهاردة وعشان خطره ما جاش النهاردة في حلقتنا اللي كان مفروض يجي فيها ويعني الناس كانت عايزة تشوفهم من البداية للنهاية فعلتناها لحضراتكم مرة تانية كابتن جمال استاذ آياد تعقيب سريع على كلام اللي قاله المستشار المرتضى طبعا واضح أن استاذ المرتضى يعني زعلان وموجوع اللي حاصر طبعا يعني بيقدم في مالطة بقاله مثلا أكتر من شهر ونص دلوقتي على هلجنا زيت آه يعني فلا إن شاء الله ما يزهقش وما في يعني ما فيش حق بيضيع وراه مطالب وهو مطالب عفي يا استاذ المرتضى مطالب عفي فأنا واثق أنه هو يعني هيجيب لهذه مالك حقه كارتين جمال شوء الله يقو أه قال لطارق بدلت على الكاميرا ودي الكاميرا وهم شغالين بيفكروا هيقبادوا ولا مش هيقبادوا علشان ودي الكاميرا للناس العدوة هم مفرحانين ماشيين منجيشين بعض والولاد بيلعبوا عادي دولاد النادي ماشي طبيعي جدا جدا وهو مش محسس الناس بأي حاجة غير انه هو الواحد وشاهل الموضوع ده طبعا كلنا بنسنده علشان حاطت على كتاف وحاجات كده جدا فيقول لنا بالنسبة لي بعمل حاجات ولا متحملة زي مثلا اللي مش هيجي في جمالة ومية بتخصم منه لا بساعات بيشيلها علشان هو اللي بيتحملها علشان الناس العضاء يعني بيعمل حاجات كده جدا للنادي فالراجة ده لازم يتساعد ولازم يتوقف جنبه ولازم ناد الزمالك ده يفضل متواجد على السحب دايما موجود لانه وزي ما قلت في اخر كلامي في ما بتكلمت انه الزمالك والاهلي مش موجود دلع فيهم مش موجود ما فيش اي رياضة في مصر ولا ولا في الوطة العربية حتى بن كرة لان الزمالك والاهلي دي قوة كبيرة جدا فما يقع قوة كبيرة زي ناد الزمالك ويبتدي يقع اعتقد الرياضة او الكرة في مصر والوطة العربية مش هيبقى ليها اي طعم ولا اي لون ولا اي ريحة بلا شك اه يعني طوينا على حضراتكم لمدة نص ساعة لكن كان مهم جدا نشوف في الفيديو للمستشار مرتضى النهاردة ذكرى الاولى لرحيل للمستشار جلال ابراهيم رحمة الله اسكانه فسيح جناته ويعني طول في عمر الدكتورة ليلة المستشار عحمد جلال المستشار ناد الجلال ويعني كمله مسرته المحترمة وليسانا وطيطيب مرة تانية كابتن جمال شرفتنا ونورتنا وعيد سعيد ان شاء الله عليك الفترة القادمة تمسح وشكرك وشكرك شكرك استاذ محمد شرفتنا ونورتنا ونسعد بحادتك لأيمن والف سلام عليك كمال مرة بس احنا انا شخصيا ما كلمتش على شرح مجلال فان شاء الله في حلقات قادمة شرح جلال ابراهيم تاريخ كبير طبعا وان شاء الله نتكلم عنه بما يستحقكم استاذ منتصر رفاعي شرفتني ونورتني استاذ منتصر بشكرك كابتن خير خيرت بعد ازا كابتن بس الناس عزمكو في البجور استاذ تامر استاذ ياسر استاذ عادل بلوكو بتنسوش يعني شرفنا طبعا استاذ تامر مشاهدين الكرام غدا ان شاء الله حلقة جديدة من زمال كاوي بقراءتي للمستشار مرتضى عارف ان هو عنيد مقاتل عنده تفكير خارج السندوق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون غدا حالته احسن وفي وضع افضل نلقاكم في حلقة جديدة من زمال كاوي غدا ان شاء الله يكون مني اطيب لامنيات عرق التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته